بسم الله الرحمن الرحيم وهبدأ دلوقتي الريكورد بتاع البون والجوينت لسنة اولى والسنة تالتة مع بعض زي ما احنا متعودين يعني انه قبل ما ناخد الباثولوجي بتاع اي اورجان في السيستامك لازم نقول الهيستولوجي بتاعه مش هستولوجي بالكامل طمام جزي اللي بتغضوه في الهيستولوجي احنا ناخد بس الهيستولوجي اللي هينفعنا في الدزيز مش اكتر يعني مش اخد مش اقود اقول في الانواع والجداول والكلام دل زي عندكم في كتاب الهيستو لا ده هي بس هتبقى حاجات معينة اللي هتنفعنا في فهم الدزيز هنفهم بس الهيستولوجي بتاعها في الاول قبل ما ندخل في الباثولوجي اول حجاب نتكلم فيه عن البون وبعد كده هنتكلم في الجزء التاني عن الجوينز بالنسبة للبون البون ده اصلا عشان نعرف اي دزيز عنه لازم نعرف هو بيتكون من ايه البون ده بيتكون من حاكتين بيتكون من سيلز وبيتكون من ماتريكس يبقى البون ده عبارة عن حاكتين سيلز وماتريكس عايزين نعرف كده ببساطة ايه هم السيلز اللي بتكون البون والماتريكس بتاع البون ده عبارة عن ايه بالنسبة للبون سيلز عندنا اول سيل بتكون البون حاجة اسمها الاستيو بلاست والاستيو بلاست دي وظيفتها ان هي بتصنع البون هي اللي بتفورم البون وبتفورم ايه تاني غير البون بتفورم كمان البون ماتريكس البون ماتريكس عندنا يعني ايه ماتريكس اصلا اللي هي الحاجة اللي نايم عليها الخلايا الخلايا بتاعت البون ده هي لازم تبقى نايمة على حاجة على استرومة الاسترومة اللي نايم عليها البون سيلز هي اللي اسمها الماتريكس الماتريكس ده جزء منه بيتكون من كولوجين وبيتكون من البروتيو جلايكانز اللي انتو خدتوها في البيو كينستري وده بيسموه الورجانيك كومبوننت وجزء تاني انورجانيك والانورجانيك ده بيتكون من الكالسيام سولت اللي بتخلي البون ناشف اللي بتخلي البون هارد الكالسيام سولت دي بتترصب حوالين الكولوجين وحوالين اللي هي الكلوكوزا ماينو جلايكانز فبتخلي البون ناشف علشان كده دايما الماتريكس بتاع البون بيتكون من Organic Part اللي هو Collagen Fiber أو Proteoglycans و Inorganic Part اللي هو مين ال Inorganic Part ده ال Inorganic Part اللي عبارة عن الكالسيام سولت مترسبة على ال Collagen وعلى ال Proteoglycans فبتدي البون بتخليه Hard بتخليه Consistency بتاعه Hard طب ايه بقى اللي نايم على الماتريكس ده مجموعة من الخلايا اولهم قلنا اللي هي الاستيو بلاست الاستيو بلاست ده نوع من الخلايا بيصنع بون وبيصنع كمان الماتريكس ده طيب الاستيو بلاست عندنا بتصنع ايه؟ بتصنع جزء من الماتريكس اللي هو Non Collagenous اللي هو جزء من الماتريكس ما فيهوش Collagen جزء بيبقى فيه Proteins اللي هي اسمها Glycoproteins او حاجة اسمها الاستيو كالسيام مش مهم الكلام ده المهم اللي انت تبقى عارفه ان الحاجات اللي هي Non Collagen Protein ده بيجيب الكالسيام بيخلي الكالسيام يترسب حواليه تمام؟ فبيزود نسبة الكالسيام في العضم الاستيو بلاست كمان بتطلع الفيزيكلز ده بتبقى حبيبات كده بتبقى ريتش في انزايم اسمه الالكاليين فوسفاتيز الالكاليين فوسفاتيز ده يزوت نسبة الفوسفرس في العضم يبقى هو طلع مادة رسبت حواليها كالسيوم وطلع مادة رسبت حواليها فوسفيت المهم الكالسيوم والفوسفيت دول بيتحدوا مع بعض حوالين الفيزيكلز ده هي بيعملوا حاجة اسمها الكالسيوم هيدروكسي أباتايد الكالسيوم هيدروكسي أباتايد ده هو الجزء اللي بيخلي البون مينيرالايزد يعني ايه مينيرالايزد؟ يعني يكون مترسب فيه كالسيوم وفوسفرس فيخلي البون ناشف كلام ده للفهم بس مش عليكم للحفظ ولا اي حاجة الكلام ده بقوله على سبيل الفهم بس يبقى اول خلية اللي هي الاستيو بيوست بتطلع لنا الماتريكس بتطلع لنا جزء من الماتريكس اللي هو اللي ما فيهوش كولوجين ده بيترسب حواليه كالسيوم فبيزود نسبة الكالسيوم في البون وبيطلع لنا كمان فيزيكلز الفيزيكلز ده هيب بتبقى ريتش في الالكالين فوسفاتيز ده انزايم ده بتترسب بتزود نسبة الفوسفرس في العض فزودنا نسبة الكالسيوم زودنا نسبة الفوسفرس بيترسبوا حوالين الفيزيكلز ده هي تعملوا حاجة اسمها الكالسيوم هيدروكسي أباطايت الكالسيوم هيدروكسي أباطايت ده هو المينيراليز بون اللي هو البون اللي ترسب فيه المينيرالز اللي هما الكالسيوم والفوسفرس فبقى ناشف لو جينا نشوف الرسمة دي هتوضح لنا بقوله أكتر لو جينا الرسمة دي عشان تبين لنا موضوع المينيراليزيشن بتاع العض عشان تفهموه بصورة احسن لو شفتوا المنظر ده كده دي كده الاستيو بلوست دول كده الخلايا اللي هم الاستيو بلوست الاستيو بلوست دي بتطلع اللي هي الدواير دي الفيزيكلز دهيت بتبقى جواها الكلين فوسفاتيز غير كمان انها بتطلع دي بتطلع اللي هي نان كوليجن والكوليجن فايبرز تمام حلو كده ليه بتطلع الماتريك سواء كان كوليجن او سواء كان نان كوليجن الفيزيكلز دي فيها ألكالين فوسفاتيز بترصب حواليها الكالسيوم الفايبرز اللي ما بينهم أو الماتريكس اللي ما بينهم بيرصب حواليه الكالسيوم بنزود الكالسيوم والفوسفرس حواليه كل فيزيكل اللي هو اللي اسمه الكالسيوم هيدروكسي أباطايت ده فبيعمل منيراليزيشن حواليه كل فيزيكل والمنيراليزيشن يزيد شوية بشوية لغاية ما يخلي البون كله منيراليزد تمام الماتريكس بتاع البون اللي ما بيبقاش يعني الماتريكس البون ماتريكس اللي لسه ما ترسبش فيه كالسيوم وفوسفرس بنسميه الاستيويد بنسميه الاستيويد يعني ايه استيويد استيويد ده ماتريكس بتاع البون بس لسه ما حصلش فيه ما ترسبش فيه ولا كالسيوم ولا فوسفرس شا انتبهوا فاهمين يعني ايه كلمة استيويد يبقى لغاية دلوقتي احنا قلنا ايه قلنا البون عبارة عن سيلز وعبارة عن ماتريكس واتفقنا ان السيلز من الماتريكس ده فيه جزء منه اورجانيك اللي هو عبارة عن كولوجين والبروتيو جلايكانز وجزء انورجانيك اللي هو الكالسيام سولت اللي بتترسب حوالين الكولوجين والبروتيو جلايكانز وقلنا السيلز اول واحدة منهم الاستيو بلوست الاستيو بلوست اللي بتطلع جزء من الماتريكس اللي هو سواء كان الكولوجين او البروتيو جلايكانز ده فبتطلع لنا كمان الجزء من الماتريكس اللي هو النون مينيراليز لسه ما حصلهش منيراليزيشن اللي بنسميه الأستيويد الأستيو بلاست دهيت بتطلع حاجات أصلا مواد زي الحاجة اسمها أستيو كالسين أو جلايكو بوتين بتزود نسبة الكالسيوم في العضم وبتكمان بتطلع فيزيكلز فيها إنزايم اسمه ألكالينس فوسفاتيز يزود نسبة الفوسفرس في العضم فالكالسيوم والفوسفرس يترسبوا حوالين الفيزيكلز دهية تعاملوا حاجة اسمها الكالسيوم هيدروكسي أباطايد ده اللي بيخل العضم منيراليز أو نشف طيب تاني خلية تاني نوع من أنواع الخلية في العضم غير الأستيو بلاست نوع تاني من الخلية اسمه الأستيو سايد الأستيو سايد دي خلية مش بتفورلفريت ولا بتطلع ماتريكس ولا بتأي حاجة أما الخلية دي إيه؟ الخلية دي لها دندريتك بروسيس لها شعيرات كده الشعيرات دي بتسنس حاجة معينة بتسنس نسبة تشوف البون يعني مثلا تشوف إيه؟ الحتة دي مثلا في البون دي عليها لوت كتير قوي ده الراجل ده بيتحرك كتير قوي ففيه لوت كتير على البون ده هوت فتقوم مزودة المينيراليزيشن بتاعت الجزء ده عشان يستحمل الويت بيرنج اللي حواليه تقولك لأ دي الحتة دي من العضم أو من البون مش معليهاش تقول كتير ده الراجل ده ما بيتحركش مفيش جزء ده ما بيتحركش منه يبقى لأ الجزء ده مش محتاج يبقى منيراليز قوي أو مش موضوع منيراليز الجزء ده مش محتاج يبقى فيه بون دينستي عالية مش محتاج يبقى البون بروليفريشن فيه عالي لأ فاحنا هنقلل الدينستي بتاعته لان هو ما عليهوش حركة فدي مجرد بس بتسنس مجرد سنس بتشوف الحتة اللي عليها لود عالي فتزود البون دينستي اللي فيها وتشوف الحتة اللي فيها لود وليل فتقلل البون دينستي اللي فيها والبون دينستي مالوش اي علاقة بالبينيراليزيشن البون دينستي يعني كثافة العظم يعني العظم شخصيا اللي هو الجزء نفسه اللي هو السيلز والماتريكس لكن ملاحش علاقة بنسبة الكالسيوم والفوسفرس خالص البون دينستي حاجة والبون مينيرولايزيشن حاجة تانية خالص المينيرولايزيشن نسبة الكالسيوم والفوسفرس اللي مترسبها في العضم لكن البون دينستي كسافة العضم نفسه فالاستيو سايد دي ميكانيكال سنسور وعلى أساسها بتغير كسافة العضم طبعا الكلام ده كله للفهم بس نبقى فاهمين إيه الخلايا اللي احنا بنتكلم فيها نوع ثالث من الخلاف العظمي اسمه الاستيوكلاست ودي مسؤولة عن بون ريزوربشان يعني ايه الكلام ده احنا عندنا البون بتاع جسمنا في حالة ريمودلينج يعني ايه ريمودلينج يعني مش ثابت زي ما هو لأ ده احنا على طول فيه بون بيتكون وفيه بون بيحصل له ريزوربشان يعني بيتاكل بون بيتكون وبون بيحصل له ريزوربشان فالبون اللي بيتكون على طول ده وظيفة الاستيوكلاست ووظيفة خلاية تانية اسمها لأوستيوبروجيناتور سيلز دي خلاية مسؤولة برضه عن تكوين العظم لكن البون اللي بيتاكل اللي هو بون ريزوربشن دي مسؤولية خلاية اسمها الأوستيوكلاست الأوستيوكلاست بتاقي موجودة كده في حتة في البون في كافتي اسمه ريزوربشن كافتي أو ريزوربشن بيتس دي أماكن في العظم الأوستيوكلاست دي بتعود فيها بقى البون احنا اتفقنا دلوقتي عب grains وعباره عن خلاية الماتريكس اورجانيك او انورجانيك الارجانيك بارت بتاعه اللي هو الكولوجين والبروتيوجلايكانز الانورجانيك بارت اللي هي الكالسيوم اللي بيترصب حوارين الكولوجين والبروتيوجلايكانز اللي بيدي البون بيخليه هارب واتفقنا ان البون عندنا ليه فيه انكازه نعمل انواع الخلايا منهم الاستيوبلاست اللي هي الخلايا اللي بتكون الماتريكس شخصيا الاستيوبلاست بتطلع مواد معينة تزود نسبة الكالسيوم ومواد معينة تزود نسبة الفوسفرس فبتعمل لنا MINERALIZATION للعضل خلية تانية اسمها الاستيوسايت اللي بتسنس بس كمية البون دينستي في مناطق تشوف المناطق دا عليه لود عالي فنزود فيه البون دينستي ولا المناطق دي اللود فيها قليل فتقلل البون دينستي الاستيوكلاست خلاية مسؤولة عن البون ريزور بشأن في عملية الريمودلينج البون عندنا في حركة دائمة على طول فيه بون بيتكون وبون بيتاكل البون اللي بيتاكل دا وظيفة مين الاستيوكلاست موجودة كده في كافتز اسمها وبتاكل عظم باستمرار وفي عظم بيتكون كمان باستمرار بايه بالاستيو بلاست ومقابل ذلك عظم بيتاكل بالاستيو بريت معينة كل ليها ريت معينة كل سنة والريت بتاعت طبعا بداخترف على حسب الاج يعني اليونج ايج عندهم الريمودلينج عالي جدا لكن الالد ايج الريمودلينج بتاعهم قليل ده معنى كلمة ريمودلينج يعني عظم بيتكون وقصاد وعظم بيحصلوا ريزوربشن او بيتاكل طب البون ده كله حاصله كافريند من بره بايه ببرياستيام البرياستيام ده شوية كونكتف تيشو كونكتف تيشو كابسول ده الطبقة الخارجية بتاعته والطبقة الداخلية بتاعته بتبقى كلها بقى السيلز اللي هي الاستيو برجينيتور سيلز الخلايا المكونة للعض وحاجة كمان اللي اسمها الاستيو بلاست تمام يبقى البرياستيام اللي بيغطي البون من بره ده لي اوتر كونكتف تيشو لير وينر لير فيها بقى السيلز اللي هي الاستيو كونجينيتور سيلز والاستيو بلاست والحاجات دي في جزء جوه كمان بعد الانر لير احنا البرياستيام ده اوتر لير وينر لير في جزء بعد الانر لير اسمه اندوستيام نفس الكلام بتكون برضو من كونكتف تيشو وبرضو شوية ايه خلايا يعني زي البرياستيام كده بس داخل تمام كده طيب يبقى ده كده بس ايه المجرد كلام عن الخلايا البون سيلز والماتريكس وانتو طبعا واغذينو بالتفصيل في الهستولوجي ومش مطلوب منكو خالص في الباسولوجي انا بس ايه كمجرد مقدمة عشان تفهموا بيها اللي انا هقولو بعد كده طيب في بقى مسميات كده في البون بتختلف معاكم ما بتبقوش عارفين يعني ايه كومباكت يعني ايه كنسيلس يعني ايه ووفن بون يعني ايه لميلر بون فاحنا هنتفق على حاجات هتسهل الموضوع ده جدا عندنا اول حاجة البون نوعين نوع اسمه كومباكت بون ونوع اسمه كنسيلس بون يعني ايه لكلام ده لو جاينا نشوف الرسمة ده هيت كده رسمة هستولوجي بس بسيطة لو جاينا نشوف ده سكشن في البون السكشن ده سكشن في البون طبعا اللير الخارجية اللي برا دي دي البري اوستيام اللير اللي بعدها اللي هي الكمباكت ده هيت اللي لازق على بعضها دي دي بنسميها ايه بنسميها الكمباكت بون كومباكت بون يعني بون ماسك في بعضه طب دي بتتكون الطبقة الخارجية او الكورتكس بتاع البون لكن لو جيت خد في نص البون حاجة اسمها سبونجي بون او اسمها كانسيلس بون يعني ايه الكلام ده البون عندنا ياولاد بيتكون دايما من طبقة خارجية اسمها الكورتكس خلاص طبعا برا فيه البرئوستيوم برا بتاع اي بون بيكون فيه طبقة البرئوستيوم اللي قولكم انك تفتيشوا اللي بيكوفر البون بعد البون ده بيكون فيه طبقة سميكة من البون اسمها الكورتكس تمام؟ في اي بون في الجسم وفي النص فيه كنال ماشي فيها البون مارو اسمها الميضالة دي اللي بيمشي فيها البون مارو فالطبقة الخارجية بتاعت الكورتكس دي بتتكون من بون اسمه كومباكت بون يعني بون لاحم في بعضه جامد لكن الطبقة اللي في النص دي بتتكون من بون اسمه كانسلس او سبونجي بون ليه؟ لان بون بورس يعني ايه بورس يعني فيه فراغات ليه فيه فراغات؟ عشان ربنا خلقه كده عشان بيمشي فيه البون مارو اللي هو نخيع العضو يبقى ربنا خلق لنا اي بون في الدنيا طبقتين الطبقة الخارجية ليه الكورتكس ودي بتتكون من كومباكت بون يعني بون اللاحم في بعضه وطبقة داخلية بورس مخرمة عشان البون مارو يمشي في الخروم دهية اسمها الكنسلس بون او الترابيكيلر بون او السبونجي بون يبقى كلمة كومباكت بون عكسها الكنسلس او الترابيكيلر او سبونجي الكنباكت بون دي موجودة في الكورتكس بتاع العض لكن الكنسلس بون او الترابيكيلر او السبونجي بون ده بيكون موجود في الحتة الداخلية ليه المضلة وليه ربنا خلقه بورس او سبونجي عشان خاطر البون مارو يعدي منه تمام طيب يبقى دي معنى كلمة كومباكت بون ومعنى كلمة cancellos bone فيه تاني فيه اسمين تانين انت هتسمعهم حاجة اسمها اللاميلر bone وحاجة تانية اسمها الwoven bone يعني ايه اللاميلر bone ويعني ايه الwoven bone لو بصيته كده على الرسمة دي لو بصيته هنا دا كده bone اللونه الخلايا الزرقه دي هي طبعا اللي هي الاستيو بلاست الخلايا الزرقه ما بين الاستيو بلاست وبعضها الماتريكس اللي هي اللي بتصنعه الاستيو بلاست الماتريكس ده في البداية خالص بيبقى حاجة اسمها ووفن بون يعني ايه ووفن بون؟ ووفن بون يعني بون الكولوجين فيبر اللي فيه مش مترتبة ترتيب معين ملهاش ترتيب معين تمام؟ راندم الرنجد راندم الرنجد كده بعشوائية فالبون اللي الكولوجين فيبر زي فيه الرنجد بعشوائية ده احنا بنسميه ايه بنسميه الوفن بون بتبقى الرينجد في الترابيكولي بالمنظر ده بينها وبنبعض فيه الاستيو بلاست البون ده بعد شوية الوفن بون ده غالبا بيكون اماتيور بون يعني البون اللي بيكون موجود في البدايات في الامبيريوجينيسز أثناء تصنيع الجنين أو البون اللي بيكون موجود بعد فراكشور والكلام ده هنقوله كمان شوية اللي هو مجرد الكولوجين فيبرز اللي فيه الرينجد بقى شوية لو جينا عن ناحية التانية وشفنا المنظر ده ده بون اسمه لاميلر بون يعني ايه لاميلر بون يعني الكولوجين فيبرز اللي فيه الرينجد في لاميلي طبقات وراء بعضة لو تلاحظوا ان فيه هنا الرينج منت كده باين اول الكولوجين فيبر الرينجد في لاميلي يعني في طبقات فالبون اللي الكولوجين فيبرز اللي فيه مش الرينجد في لاميلي الرينجد هاب هاذرد بعشوائية بنسميه ووفن بون لكن البون اللي الكولوجين فيبرز اللي فيه الرينجد في طبقات ده بنسميه اللاميلر بون تمام ولو جينا اخدنا سكشن من العضم عشان يوضح اللامللي دي كويس بتلاقي عند حضرتك اللامللي دهيت في طبقات لو شفتوا اللامللي دهيت اللاميلر بون ده في طبقات الطبقات بتكون حوالين كنال اسمع لها اللي بتبقى شايلة بتاع البون تمام فكلهم كده لامللي في طبقات حوالين الهافيرجين كانال دي طبقات حوالين الهافيرجين كانال تمام؟ بتبقى الرنجد بشكل منظم باللي احنا شايفينه ده الفرق بين اللاميلي وبعضها بتبقى شكلها منظم زي ما احنا شايفين بالمنظر ده يبقى احنا خدنا كام اسم لغاية دلوقتي عشان خاطر قبل ما نبدأ في البون باثولوجي خدنا قلنا اول حاجة ان البون بيتكون من حاجتين سيلز وماتريكس الماتريكس ده فيه اورجانيك بارت واين اورجانيك بارت كان شوية الكالسيام صولت اللي بيترسبه حوالين الكولوجين والبروتيو جلايكانز دا قلنا خلايا البون كزا واحدة منهم حاجة اسمها استيوبروجينيتورسلز دي بتصنع البون حاجة اسمها الاستيو بلاست دي بتصنع بون وبتصنع كمان ماتريكس والماتريكس اللي بتصنعه بيكون فيه مواد معينة بترسب حواليها كالسيام وبتطلع فيزيكيلس معينة بترسب حواليها فوسفرس بحيث ان المحصلة نحصل كالسيم وفسفور터 ستترسبه في البون ويعملون educación والبون يبقى ناشف وقلنا يعني كلمة أستيويد قلنا كلمة أستيويد يعني ماتريكس لسه محصلوش ماتريكس لسه ماترسبش في كالسيم وفسفيد ده معنا كلمة أستيويد تمام؟ يبقى فلمتوا يعني كده معنا كلمة أستيويد يعني ماتريكس لسه محصلش في hate طيب بعدها بشوية أخدنا نوع تاني من الخلايا اسموه الأستيوصيد وقلنا دي مجرد بس بتسنس اللود اللي على البون الحتة اللي فيها لود عالي بتزود فيها الدينستي والحتة اللي فيها لود قليل بتقلل فيها الدينستي وقلنا ان الدينستي كسافة العظم ملوش اي علاقة من بعيد ولا من قريب بالمينيراليزيشن الدينستي كسافة العظم حاجة تانية اللي هي تقل العظم نفسه لكن المينيراليزيشن ده نسبة الكالسيموس فوق الفوسفرس اللي موجودين في العظم قلنا في خلايا تانية اسمها الاستيوكلاست ودي ما ستقول عن البون ريزوربشن واتفقنا ان البون ده في عملية حركة دائمة اسمها ريمودلينج بون بيتكون جديد بون فورميشن وفيه بون بيمتص اسمه بون ريزوربشن ونسبة الريمودلينج بيختلف مع الاج كل ما العين كان ااج بتاع قليل كل ما الريمودلينج كان عالي وكل ما بيكبر في السن الريمودلينج بيقل قلنا خدنا نوعين من البون نوع اسمه كومباكت بون ده بيكون القشرة الخارجية للعضم وده بيبقى بون لاحم في بعضه مفيش بينه بون بعد فراغات غير فيه بون تاني بيقى في نص العضمة في الميدلة اسمه ترابيكلر بون او الاسبونج بون فيه فراغات بالمنظر ده كده عشان يمشي فيها البون مارو وقلنا فيه نوعين تانيين من البون نوع اسمه لاميلر ونوع اسمه ووفن بون وقلنا الوفن بون ده بون بداي الكولوجين فيبرز اللي فيه الرينجد بعشوائية الرينجد هاب هاذرد مرهج ترتيب معين وبيكون غالبا موجود During Empyrogenesis او بعد Fracture على طول قبل ما يحصل healing كامل للبون بيكون نوع البون الموجود ووفن يعني ايه ووفن يعني الكولوجين فيبرز اللي فيه الرينجد بعشوائية فيه نوع تاني من البون اسمه اللاميلر بون واللاميلر بون بيختلف عن الوفن بون ان الكولوجين فيبرز اللي في اللاميلر بون بتبقى الرينجد بترتيب معين واتفقنا ان المنظر ده كان منظر الوفن بون ده بون الكلاجين فيبرز اللي فيه الرينجد بعشوائية لكن ده الكلاجين فيبرز اللي فيه الرينجد في العملي او في طبقات طيب بعد كده بقى كده خلصنا الجزء بتاع الهستولوجي اللي انا اعيز داكو تعرفوه عن البون هناخد بقى الجزء بعد ندخل في الديزيز بتاع البون البون ديزيز في الباثولوجي يعني من أرقى من أرقى يعني أي دكتور باثولوجي يفهم عادي في الجي اي تي ويفهم في بريست ويفهم يعني في الحاجات اللي هي العادية اللي بنشوفها كل يوم دي لكن البون والسي ان اس والصوفت تيشو والكيدني دي مش بقى ديها سبشيالات رقية كده مش أي حد بيبقى بيفهم فيها فالبون فعلا من الحاجات اللي هي المهمة قوي في الباثولوجي أما نيجي نتكلم عن أول حاجة في الديزيزز البون فراكشور الكسر بتاع العضم البون فراكشور ده أول ما العين بيحصل عنده كسر في العضم بيحصل إيه؟ في رأسنا كده هتبين الخطوات بمنتهى البساطة أول ما العضم بيتكسر لو جينا اتفقنا كده إن دي العضمة اللي حصل فيها كسر في النص أول ما بيحصل بون فراكشور أول ما بيحصل فراكشور في العضمة اللي بيحصل كون هيماتومة مش فيه شوية فيسلز كانوا موجودين في الفريوسيوم فرقع ولا حاجة فبتعمل لنا هيماتومة العضم ده الجزء اللي حصل فيه فراكشور بيتملي ببلد بيتملي بهيماتومة تجمع ده موي طب بعد ما الهيماتومة دي اتكونت اللي بيحصل المنطقة دي بقى فيها هيماتومة وفيها شوية عضم متكسر نيكراتيك بون والحاجات دي تيجي المكنسة بتاعت جسمنا تشيل الحاجات دي كلها مين المكنسة؟ الميكروفيجس تيجي الميكروفيجس تكنس النيكراتيك بون والهيماتومة والحاجات دي وكمان الاستيوكلاست اللي في البون لأن الاستيوكلاست اللي في البون غير ان لها وظيفة في الريزوربشن ده لها وظيفة كمان ان هي فاجوساتيك سلز يعني برضو بتاكل البقاية اللي هي النكراتيك بون والكلامنا فسيك الميكروفيجس واللي هما والاستيوكلاست يكلوا بقى الهيماتومة ويكلوا النكراتيك سلز والحاجات دي كلها وينضفوننا المنطقة المنطقة خلاص الميكروفيجس والاستيوكلاست نضفتها يبدأ بعد ما تنضفت تبدأ المنطقة اللي فيها فراكتشار دي تتملي بجرانيوليشن تيشو ايه هو الجرانيوليشن تيشو لو نفتكروا اللي هما شوية كابيلاريز ومعاهم ايه الكابيلاريز يبقى الحتة تتملي بكابيلاريز وفايبرو بلاست يعني حاجة صوفت بيسموها صوفت كالس الحاجة اللي هي بتجبر الكسر بس لسه ما بقتش بون خلاص بنسموها كالس يبقى شوية فايبرو بلاست وشوية كابيلاريز ملو الكسر بتاع البون ده سموه صوفت كالس لان هو لسه مبقاش هارد زي البون طب تيجي بعد كده بعد ما المنطقة تمالت بجرانيوليشن تيشو تيجي بقى الاستيو بلاست والاستيو بروجينيت ورسل يجوا يبدأوا يكونوا عظم جديد يبدأوا يرسبوا الاستيويد ويعملوا عظم فيعملوا ايه؟ يعمل الكالس اللي كان صوفت ده بقى هارد خلاص خلاص بقى فيه عظم اتكون فبيسموه هارد كالس وبيكون متكون طبعا من البداية بالووفن بون اللي هو ايه الووفن بون ده؟ اللي هو البون اللي الكولوجين فايبرز بتاعته كانت ارنجت بايه بعشوائية طيب بعد ما حصل كده الووفن بون بقى تكون يبدأ بقى يرتب نفسه ويعمل لنا بقى يبقى ارنجت كده في لميلر بون محترم والبون يزبط نفسه عشان يرجع يحصل له حاجة اسمها ريموديلينج عشان يحصل بشكله بشكله الطبيعي يبقى ايه اللي بيحصل تاني اللي بيحصل فريكشر في البون اول حاجة الحتة الفريكشر تتملي بهيماتومة وفيها طبعا النكراتيك بون تيجي بقى المكنسة بتاعتنا الميكروفيجس والاستيوكلاست يكلوا الهيماتومة دي ويكلوا النكراتيك بون ينضفونا المنطقة بعد ما ينضفوها المنطقة هنا تتملي بايه بجرانيوليشن تيشو اللي هو فيبروكلاست وكابيلرز بيسموها الصوفت كالس بعد كده بعد ما تكون الصوفت كالس ده تبدأ الاستيو بلاست انها ترصب لنا بقى بون تعمل بون تحول الجرانيوليشن تيشو ده لبون الووفن بون فبيسموه بقى ايه بقى هارد كالس الهارد كالس ده ساعات بيبقى انترنال في المضالة بتاعت البون وكمان بيبقى اكسترنال تحت البرياستيام فالكالس اللي تحت البرياستيام ده بيبقى عامل زي الجبيرة زي سبلينت بيساعد برضو في عملية الهيلنج شوية بشوية الووفن بون ده يتحول للميلر بون محترم ويحصل complete healing للبون ده الهيلنج بتاع البون فراكشر والهيلنج طبعا بتاع البون فراكشر ده بيتم عن طريق ريجنريشن يعني محدش ييجي يقولي اتنا اتفقنا لما اخدنا في شابتر الريبير الهيلنج كان يئم عن طريق healing by regeneration او healing by fibrosis طبعا الهيلنج بتاع البون بيكون بالرجنريشن بيرجع طبيعي زي ما كان بيمر بكزا مرحلة لغاية ما يرجع طبيعي زي ما كان طبعا مش بيهيل ب fibrosis ما فيش حد فينا لما عظمه بيكسر بيمشي على fibrosis ماينفعش هتمشي على حاجة soft يعني لأ طبعا فالبون من الحاجات اللي بتهيل by regeneration دي pathogenesis او الطريقة healing بتاع البون فراكشر طب ايه اسباب اصلا البون فراكشر ممكن تروما واحد تخبط في العظم فتكسر يا اما حاجة pathologic يعني ايه pathologic يعني مرض في العظم قدى لكسره زي مثلا التهاب في العظم osteomyelitis ورم في العظم tumor قدى الى الكسر تمام osteoporosis اللي هو مرض هشاجة العظم يبقى احنا عندنا العظم بيتكسر ليه سببين يا اما سبب traumatic يا اما سبب pathologic سبب تروماتك يعني اتخبط سبب pathologic يعني مرض خلى العظم يتكسر طب الفاكتور اللي بتأفكت healing بتاع العظم ده مهم جدا جدا الفاكتور اللي بتأفكت healing طب العظم ده يجي سؤال مهم قوي في المتح اول حاجة inadequate immobilization يعني ايه inadequate immobilization يعني العيان ما قعدش يعني العيان تكسر ومكسور وفضل يمشي ويتحرك وكل حاجة inadequate immobilization يعني العيان لما ما بيرتحش روحة تم بعد ما العظم بتاته تكسر التوقيت جس بتاع العظم مش هيبقوصات بعض عشان يحصل healing فيحصل مشكلة في healing تمام طب ايه تيني soft tissue interposition يعني ايه يعني حتى البون ده مش حواليه soft tissue مش حواليه fat وحواليه fashia وحواليه حاجات دي كلها ممكن لو soft tissue دخل في الكسر في النص هنا بين الجزئين المكسورين من العظم ده هي retard healing هيأثر على healing لو حصل infection لو العظم ده اللي تكسر ده كان معاه wound في ال skin اللي مغطي فال wound ده مدخل infection من الشارع على العظم ال infection ده هيمنع برضه wound healing لو العيان اللي عنده عظم مكسور كان عنده اصلا مشكلة في العظم كان عنده مثلا ورم كان عنده التهاب في العظم pre-existing bone disease وجود ورم وجود مرض في العظم غير الكسر طبعا هيأثر برضه على عملية healing يبقى الفاكتور بتأفكت wound healing دي مهمة جدا طيب تمام كده كده خلصنا موضوع healing والbone fracture ندخل بقى على بقية diseases اللي بتأفكت العظم ناخد واحد واحد منهم ونتكلم عن كل واحد منهم كده بمنتهى البساطة نفهم فكرته ببساطة تلاقى الدنيا في البون مشت محادش تقول البون صعب البون سهل جدا بس تفهمه تمام واللي مش فهم اي حاجة ده انا بقولها يا ريت يكتب يكتب كومنت طيب اول مرض هناخده في العظم مرض الاستيو ماليشيا ومرض الريكتز ده كان ملغي على سنة اولة اساسا شابت للنيوتريشن وسنة تالتة خلاص خدته في النيوتريشن فده هنبقى سيه جنرال لسنة تالتة وسنقولها اصلا ملغي من عليهم الاستيو ماليشيا والريكتز طيب تاني حاجة بقى تاني مرض مرض اسمه الاستيو بروزيس الاستيو بروزيس يعني ايه يعني مرض هشاشة العضم كلمة استيو بروزيس يعني هشاشة في العضم طيب الاستيو بروزيس ده مشكلته في ايه مشكلته في الريمودلينج يعني ايه في الريمودلينج يعني فيه بون بيحصل له ريزوربشن البون بيحصل له ريزوربشن وما فيش بداله بون بيحصل له فورميشن احنا اتفقنا ان عضمنا في حالة ريمودلينج مستمر يعني بيحصل بون فورميشن ومقابل ذلك بون ريزوربشن بنسبة معينة تساعد ان البون دينستي كسافة العضم بتاعتنا تفضل ثابتا لكن الاستيو بروزس مواردها شاشة العظم ده بيحصل الريموديلينج اللي فيه بيبقى فيه مشكلة الريزوربشان بتاع البون اكتر بكتير قوي من البون فورميشن طب ايه الاسباب بقى اللي بتعمل كده كذا سبب اول حاجة سينايل الولد ايج الناس كلما الواحد بيتقدم في العمر كلما الاستيو بلاست بتاعته تبقى عافية شوية والاستيو بلاست دي هي المسؤولة عن البون فورميشن فتلاقي الاستيو بلاست عملة تعمل ريزوربشان بس الاستيو بلاست مش بتحط بون كمان كلما الواحد بيتقدم في السن كلما الجروس فاكتورز بتقل اللي هي مسؤولة برضو عن البون فورميشن فمحصلة ده كله ان فيه دفاكت في البون فورميشن والريزوربشان شغال فيحصل الاستيو بروزس تاني حاجة الفيزيكال اكتيفتي احنا اتفقنا زي ما قلنا ان احنا عندنا خلايا اسمها الاستيو سايد الاستيو سايد دي بتشوف انهي جزء من العظم عندنا عليه سترس زيادة وبتقوم مزاودة دينستي بتاعته طب احنا واحد مننا قاعد ما بيتحركش ولا بيعمل اكسارسايز ولا بيعمل اي حاجة وقاعد عالكنبة ما بيتحركش فبالتالي الويت بيرينج او اللود اللي موجود على العظم قليل جدا لان هو مش بيعمل اكسارسايز فالاستيو سايد تعمل سينسيشن هي ميكانيكال سينسور تقول لا ده الجزء ده في العظم اللي ما بيستخدمش اساسا ولا في اكسارسايز ولا في حاجة فبالتالي هنقوم مقللين الدينستي في المنطقة دي يبقى قلة الفيزيكال اكتيفتي على طول تقلل الدينستي بتاعت العظم لكن طول ما فيه ميكانيكال فورس على العظم طول ما فيه لود على العظم طول ما هيكون فيه نورمال ريمودلينج وفيه نورمال بون فورميشن مفيش فزيكال اكتيفتي والواحد قعد عالكنبة ما بيعملش اي اكسارسايز خلاص الاستيو سايدة تعمل سينسيشن ان لأ ده الحتة دي بتحركش معليهاش اكتيق معليهاش لود يبقى خلاص ايه لازمة الدينستي اللي فيها فيقوم مقلل البون دينستي تالت حاجة الستات البوست منوبوزل البوست منوبوزل عندهم مشكلة في ايه الاستروجين بيقل البوست منوبوزل الاستروجين طبعا بيقل من الاوفرز طب لما الاستروجين بيقل والاستروجين ده كان بيعمل ايه الاستروجين ده كان بيطلع الاستروجين ده كان بيحافظ على كسفة العظم ازاي الاستروجين ده كان بيخلي يعني العظم الدينستي بتاعته سبتة او متقصرش لكن اول ما الاستروجين يقل تلاقي عندنا طلع سيتوكاينز معين سيتوكاينز دول بيزودوا الأستيوكلاستيك اكتيفتي يعني بيزودوا البون ريزوربشن بيكون الريزوربشن شغال والفورميشن شغال بس الريزوربشن بيكون أكتر من الفورميشن الثلاث أنواع اللي أنا قلت عليهم دول اللي هما السينايل والفيزيكال اكتيفتي والبوست من أبوزل دول بنسميهم برايماري أستيو بروزس تمام يبقى الاستيوبروزس اللي نتيجة لتقدم في السن او نتيجة للليك�시كال اكتيفتي او في البوست مينيبوزز الفيميل ده احنا بنسميه ايه؟ بنسميه البرايماري استيوبروزس لو كان بسبب سينال کندشن يعني عيان كبر في السن بيسموه Type 1 سوري بيسموه Type 2 استيوبروزس Type 2 برايماري استيوبروزس لكن لو كان بسبب بوست مينيبوزز كوندشن فده بيسموه Type 1 يبقى الاستيبروزز كده بنقسمه لبرايمري والساكندري البرايمري بنقسمه لطايب 1 وطايب 2 الطايب 1 ده بيكون مع البوست من البوزل والطايب 2 ده بيكون مع مين؟ مع عينين اللي هم اللي عندهم سيناي الكونديشن أو اللي هم كبروا في السن الساكندري استيبروزز ده ده مرض بيقل فيه كثافة العقب بس نتيجة لمشاكل تانية اين عنده ديابيتس اين عنده مرض السكر عيان بيشكحل كتير عيان مالنرجد ما بيكلش كويس اسباب تانية خالص بقى بتقلل كثافة العظم غير الايه التلات اسباب اللي احنا قلنا عليهم دول ده مرض الاستيبروز او مرض هشاشة العظم في مرض بعد كده اسمه الباجت ديزيز يعني ايه باجت ديزيز ده ايه المشكلة احنا اتفقنا ان ايه المشكلة في الاستيبروزز الاستيبروزز مشكلته مشكلة ريمودلين ديفاكت فين في الريمودلين يبقى الاستيبروزز مشكلته في ايه مشكلته في الريمودلين لشان تفتكر تكتبه نفسك كده كي وورد وانت بتذكر يبقى الاستيو بروزيس مشكلته في مين في الريمودلين لكن الباجت ديزيز ايه الباجت ديزيز ده ده مرض في العظم مشكلته في ايه ان فيه حاجة اسمعها الاستيو كلاستيك ديس فانكشن المرض ده بيكون فيه ميوتاشن في سيرتن جين جين معين الجين ده بيأثر على الاستيو كلاستيك اكتيفتي بيخلي الاستيو كلاست مش مظبوط فبدل ما البون بيمر بمرحلة الاستيو كلاستيك بون فورميشن الاستيو كلاستيك ريزور بشان اللي بيحصل في النور مالبون عادي في الريمودلين لا بنلاقي البون بيمر بتارة مراحل تلاتة ستيجوس بتحصل في الباجت ديزيز ده مرحلة استيوليتك يعني يتبدأ الاستيو كلاستو عد تكسر في العظم ومرحلة فيها ميكسد استيو كلاستيك مع استيو بلاستيك بون فورميشن يعني تلاقي مرحلة ميكسد بون بيتكسر وبيتكون وتلاقي المرحلة الثالثة ليه كاراكترستيك جدا حاجة اسمها استيوسكيليراتيك فيز يعني فيه زيادة قوي في الديبوزيشن بتاع اللاميلة ربون بس لو انتوا كنتوا فاكرين ان اللاميلة ربون ليه معين فاكرين لما قلنا اللاميلة ربون بيكون بون لميلي مترسبة حوالين الهيه الحتة دي لأ ده في البشت ديزيز بقى من كتر الديبوزيشن بتاع اللاميلة ربون ما بيحترمش الترتيب ده اللاميلة ربون الفرق بينهم بين بعض الحواف بتاعتهم بين بعضها بيسموها سمنت لاين زي ما احنا شايفين هي regular شكلها منظم ربنا خلقها شكلها منظم في البشت ديزيز بقى زيادة الديبوزيشن بتاع اللاميلة ربون ده بيخلي شكل السمنت لاين ده مش منظم خالص بيبقى عامل ازاي بقى في البشت ديزيز هوريكو صورة للبشت ديزيز بتواريكو ان شكل السمنت لاين ده لو انتم شايفين كده المنظر ده دي بون بايوبسي واخدينها من عيان عنده باجت شايفين كمية البينك اللي قدامكم ده كله لاميلة ربون حاصله abnormal deposition اللاينز اللي ما بينهم شايفين الريجولار ازاي اللي هي الخطوط اللي هي دي الخطوط اللي هي الغمق شوية دي دي السيمنت لاين اللي حوالين اللاميلة ربون طبعا الريجولار خالص ده بيبقى كاركتوريستيك جدا في عيان الباجت يبقى عيان الباجت ديزيز ده عنده مشكلة فين في الاستيوكلاست في استيوكلاستيك ديس فانكشن بيمر ب3 فيز اسمش عليك بس انا بقول عشان تفهموه فيز منه بيكون في استيوكلاست شغالة زيادة بتعمل بون ريزوربشن وستيتج منه او فيز منه بيكون في ميكس استيوكلاست مع استيوكلاست في بون بيحصله formation والفيز اللي كاركتوريستيك جدا ليه اللي هي اسمها ايه اللي هي الاستيو سكيليراتيك فيز اللي بيكون فيها زيادة قوي في الديبوزيشن بتاع اللاميل لربون اللي بيكون بدل ما هو محترم الرينجمنت معين لا ده من كترة بحصله بيكون أبير بشكل غريب اسمه موزايك باترن يعني ايه موزايك يعني شكله يعني ايه موزايك يعني عارفين حدات السراميك اللي بيبقى السراميك متكسر كده وبيركبوه جنب بعض كده بطرق عشوائية بيدي منظر موزايك انتوا أكيد عارفين الموزايك بتاع السراميك هو بيكون نفس المنظر هنا ليه لان اللاميل لربون الفرق بينهم بين بعض اللي هي السمنت لاين اللي بينهم بين بعض تكون الرجلر نتيجة لزيادة الديبوزيشن بتاع اللاميل لربون ودي من الكاركترستيك بتاعت مين تاعت الباجت ديزيز اوف بون طيب اما نيجي ناخد بقى المرض اللي بعد كده احنا اتفقنا ان امراض البون خدنا اول واحد اللي هو مشكلة في ريمودلين الباجت ديزيز استيوكلاستيك ديزفانكشن تالت حاجة مشكلة في البراثيرويد هرمون البراثيرويد هرمون دي مهم قوي انه هو يعمل ايه بيستيميوليت الاستيوكلاستيك اكتيفتي في عملية الريمودلين الريمودلين دي حاجة كده زي سينارجزم تناوم ما بين الاستيوكلاستيك اكتيفتي وبين الاستيوكلاستيك اكتيفتي الجزء اللي بيأثر على الاستيوكلاستيك اكتيفتي في عملية الريمودلينج بيتأثر بالباراثيرويد هرمون افرد الباراثيرويد ده زاد قوي لأي سبب من الأسباب على طول هيزود الأستيوكلاستيك اكتيفيتي ويزود البوني ريزوربشن الباراثيرويد ممكن تزيد برايمري يعني مشكلة في الباراثيرويد جيلاندا نفسها أو سكندري سكندري يعني النتيجة لمرض تاني زي مرض في الكلة الفشل مزمن في الكلة اللي اسمه كرانيك رينال فالير فشل مزمن في الكلة يا ولاد يقلل الفيتامين دي ولما يقلل الفيتامين دي لأن الفيتامين دي قسم بيتكون في الكلة فيقلل الكالسيوم فأول ما يقلل الكالسيوم يعمل فيدباك على الباراثيرويد فيزودنا الباراثيرويد هرمون فأول ما يزود الباراثيرويد هرمون يزود الأستيوكلاستيك اكتيفيتي يبقى الباراثيرويد هرمون دي بتأثر على الأستيوكلاستيك اكتيفيتي بتعمل لها استيميوليشن أول ما الباراثيرويد هرمون بيزيد سواء كان لسبب برايمري يعني مشكلة في البراثيرويد نفسها او سكندري مشكلة في الكيدني الكوروني كرينا الفيلير الكوروني كرينا الفيلير بيعمل ايه؟ بيقلل نسبة الفيتامين دي فبيقلل نسبة الكالسيوم فبالتالي بيعمل فيدباك انه هو اول ما نسبة الكالسيوم تقل على طول تروح تستيميوليت البراثيرويد هرمون انها تطلع هرمون زيادة لان الهرمون ده هو اللي بيكنترول نسبة الكالسيوم أول ما نسبة الكلسي متقل في جسمنا يحصل فيدباك على البراثيرويد فتزوده المهم البراثيرويد هرمون زاد البرائماري كوز في البراثيرويد أو سكندري لكرونيك رينا الفيلير الكلام ده على طول يقوم عامل إيه؟ يقوم مزود الاستيوكلاستيك اكتيفتي طيب يبقى احنا خدنا لغاية دلوقتي كان مرض خدنا الاستيوبروزيس مشكلة في ريمودلينج خدنا الباجت ديزيز اوف بون والاستيوكلاستيك ديسفنكشن وخدنا البراثيرويد هرمون اللي هي الهايبر باراثيرويدزم اللي بيستيمولات الاستيوكلاستيك اكتيفتي التلاتة ديزيز دولة بنسميهم متابوليك ديزيز اوف بون بنسميهم الميتابوليك ديزيز اوف بون هندخل بقى على كتيجوري تانية احنا كده خدنا خلاص البون فراكشور وخدنا الميتابوليك كونديشن اللي بتأفكت البون هندخل على المجموعة الثالثة اللي هي الانفلاماتوري ديس أوردرس اوف بون الانفلامات في the orders of bone دي مهمة من هنا لغاية السنة الجاية يعني مهمة جدا 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 وتيجي عليها اسئلة كتير قوي في المتحن المرض اسمه ايه اسمه osteomyelitis يعني ايه osteomyelitis aitis يعني inflammation osteo يعني inflammation في البون myelitis كلمة myelitis دي يعني inflammation في البون مارو فاستيو myelitis معناها يعني inflammation في البون and bone مارو يبقى كلمة osteomyelitis يعني ايه يا ولاد inflammation في البون والبون مارو تمام طيب الانفلاميشن اللي في البون وفي البون مارو ده ليه عدة اسباب ممكن يكون سببه pyogenic ويعني ايه pyogenic يعني فيه صديد فبيكون سببه pass forming organism يعني organism بيكون صديد يئمة سببه tuberculosis TB في العظم TB اصاب العظم يبقى osteomyelitis inflammation في البون والبون مارو سببه يئمة pyogenic يعني organism بيكون بس يئمة tuberculosis TB في العظم هنبدأ اول حاجة هنتكلم عن الpyogenic osteomyelitis يعني ايه definition بتاعه بقى ايه الpyogenic osteomyelitis ده نفس الكلام هو inflammation من غير ما تحفظ من غير ما تحفظ مضوع سهل جدا osteomyelitis يعني inflammation في البون والبون مارو وبايوجينك يعني الانفلاميشن ده سببه ايه pus forming organism يبقى pyogenic osteomyelitis معناه inflammation في البون and bone marrow due to infection of البون by a pus forming organism مين هو الاكتر most common organism اللي يعمل pyogenic osteomyelitis طبعا هو مين الستاف الستاف اوريس هي المست common pyogenic organism او اكتر organism بيعمل ايه التهاب صديدي في اي منطقة طب ايه roots of the infection ايه زي الانفكشن دي ممكن توصل للعظم ممكن توصل للعظم عن طريق البلد يعني hematogenes يعني يكون فيه infection في مكان تاني وتتنقل عن طريق البلد تروح للعظم يكون مثلا فيه long abscess يكون فيه brain abscess يكون فيه اي infection وتتنقل عن طريق الدم للعظم تمام يئما يكون فيه يئما يكون فيه مثلا عيان عنده infection في ال skin اللي حوالين العظم ده فالinfection تتنقل للعظمة يعني extension from contiguous infection يعني من infection مجاور تمام يئما عيان عنده open fracture يعني ايه open fracture يعني كسره في العظم والكسر ده كان open يعني مصاحب بجرح في اللسكين اللي فوق العظم ده فتلاقي ان فيه ارجانيزم دخل من اللسكين وراح دخل للعظم عن طريق الفركشور اللي فيه يبقى roots of infection يئما hematogenes يئما direct contiguous from nearby infection زي مثلا diabetic food diabetic food ده يعني ايه diabetic food يعني العيان يكون عنده diabetes يكون عنده سكر عالي ودايما عينين السكر اكيد شفت واحد مثلا في عيلتكو او في اي حاجة عنده اسمها القدم السكري بيكون عندهم sensation بتاعت رجلهم مش تمام فممكن ان هم ماشيين في اي حتة يدوسوا على مصمار ولا اي حاجة يتعوروا هم مش حاسين فالجرح يتقدم جدا ويعمل جانجرين فالممكن كل الانفكشن دي دي تتنقل للعضم المجاور لو extension from contiguous infection زي diabetic food ممكن الانفكشن اللي في الضياباتك فود ده يتنقل لعضم مجاور ويعمل لنا osteomyelitis في nearby bone يئما كان open fracture زي ما اتفقنا او surgery surgery دخلت انفكشن في العضم يبقى دي كلها root sub infection زي ما اتفقنا كده لما نذاكر لازم زي ما انا عاملة كده العنوين اهم حاجة في الدنيا العنوين اهم حاجة في الدنيا تاوتلين العنوين تعمل الماركر العنوين عشان لما يجي اقول لك given account على حاجة ما تنساش اي حاجة طول ما انت بتكتب بتذاكر وانت بتكتب المذاكرة بالكتابة دي يعني قاتلة مهمة جدا لان انت منظر الكتابة اللي انت كتبها قدامك دي هي اللي بتثبت في دماغك وبتبقى صورة ثابتة وانت بتجاوب في الامتحان فانت لازم تزاكر بالطريقة اللي انا عاملها دي بتقسم مش هقولك تكتب كل حاجة بالتفصيل لا انت بتقسم لنفسك بتعمل خريطة بتعمل map حاجة اسمها mind map يعني ايه mind map خريطة للدرس بتفكرك انت هتكتب ايه وانت في الامتحان فانا لو جالي سؤال استيومايلايت عرفت خلاص ان هكتب اول حاجة لديفانيشن it's an inflammation في البون and bone marrow وقام كتب لطايفز بتاعته it's a pyogenic or tuberculosis وبعد كده هكتب بعد كده اتكلم عن الpyogenic osteومايلايت قلنا الدفانيشن the inflammation في البون والبون مارو by a pus forming organism طب roots of infection جاي منين الانفكشن ده سوري الكوست في ارجانيزم الاول بستيف قوريس طب roots of infection يا اما هيمتوجينة spread يا اما spread from contiguous infection يا اما by open fracture or surgery طب الclassification هنقسمه يا اما acute يا اما ايه يا اما chronic فيه acute osteومايلايتس وفيه chronic osteومايلايتس الage بيحصل طبعا من لي فين في ال young age طب الصايت ايه اكتر مكان بيحب يقعد فيه الميتافيز of long bone عارفين ايه طبعا الميتافيز خطوه في الاناتومي يا لو دي كده قدامنا كده العظمة دهية طبعا ده اللي هو الايبافيز بتاع البون وفيه هنا ايبافيزية البلايد الحتة اللي داعت الايبافيزية البلايد على طول دي اسمها الميتافيز الميتافيز بتاع البون ده اكتر مكان اكتر مكان لابل ان يحصل فيه osteومايلايتس ليه لان المكان ده highly vascular فيه vessels كثير قوي فالve vessels اللي فيه ده هي عبارة عن spaces مليانة بلد sinusoid مليانة بلد فالبلد اللي فيها بيكون ضعيف بيكون slugish فالبلد اللي slugish ده بيساعد على multiplication of البكتيريا عشان كده الميتافيز اللي فيها dilated vessels في ال dilated vessels دي بيكون فيها slugish blood flow البلد ضعيف قوي فيها فبيساعد على الملتيبليكيشن بتعمين بتاع البكتيريا تمام كده طيب فالانفكشن بتبدأ في منطقة الميتافيز بتاعة اللونج بون طب الانفكشن بتبدأ في المنطقة دي بتبدأ ان هي تعمل focus of suppuration تعمل حتة كده مليانة بس تمام طيب البكتيريا والانفلاميشن والحاجات دي كلها ممكن تتنقل عن طريق قنوات موجودة في العظم اسمها virgin canal او virgin system وتروح توصل للبرئيوستيوم تعمل انفلاميشن كمان للبرئيوستيوم فلما الانفكشن بيوصل هنا بيمشي ويوصل للبرئيوستيوم بيرفع البرئيوستيوم عن العظم بيخلي البرئيوستيوم بالمنظر ده كده ده كده البرئيوستيوم بيخليه مرفوع عن العظم اللي تحته فرفعت البرئيوستيوم بالبص يعني فيه بص بيتكون وبيتنقل للsub preostial space ده فرفعت البرئيوستيوم دي يا ولاد بتخلي البرئيوستيوم ده المفروض هو source of plat supply للعظم فخلاص ده بعد عن العظم انفصل عن العظم بابسس بصديد فبالتالي انا قطعت عنه البرئيوستيوم عن طريق البرئيوستيوم بالبص ده طيب فالحتة النيكرواتيك خلاص حصل فيها نيكروزيس حتة ماتت لان انا قطعت عنها البرئيوستيوم تمام كده المهم البص ده هو اللي هو اللي تكون مع النكروزيس بتاع البون ده ممكن يتنقل هنا ده بون وده حواليه الصوفت تيشو ده اللي سكين ممكن البص ده يفتح فتحة عن طريق اللي سكين ويفضي بص برا وإحنا اتفقنا ان التراك اللي بيكون اخره بلايند اند واوله فتحة على اللي سكين بيسموه ساينس فممكن البص ده يمشي في تراك بلايند اند تراك ويفتح بفتحة على اللي سكين يعمل ساينس الساينس دي بدي ستشارج بص تمام طيب نيجي بعد كده الاستيوكلاس تبدأ تعمل تخلي النكراتيك بون متجمع في حتة الواحد وكده على بعضه السيباريشن اف نكراتيك بون ده اللي هي يعني الحتة دي كلها أبسس مع نكراتيك بون مع حاجات دي كلها تيجي الاستيوكلاس تتخلي النكراتيك بون يتجمع كده في جزء الواحده اللي هو الحتة البون اللي في النص دي دي بيسموها السكوسترم وييجي في الامتحان ممكن يقولك ديفاين سكوسترم فتقوله ده the part of نكراتيك بون which is separated by the action of osteوكلاست فين في الاستيومايلايتس في البيوجينيك استيومايلايتس طيب بعد كده لما الموضوع ده كله طبعا acute condition وأبسس فورميشن والكلام ده ييجي بعد كده تبدأ المشكلة بعد مثلا اسبوع تبقى كرونيك بقى خلاص تبدأ بعد كده مثلا تيجي بقى اللينفوسايتس وتيجي الميكروفيجس ويطلعونا السايتوكاينز السايتوكاينز ده هي تساعد على ان فيه بون جديد يتكون اللي هو reactive bone تمام وبعد كده يبدأ بعد كده ايه اللي يحصل تتكون طبقة من البون كده تحت البرئيوستيوم سببرئوستيال بون تبقى طبقة كده تحت البرئيوستيوم من البون كده محوطة منطقة الانفلاميشن طبقة البون تمام وكمان في نلاقي اللي كان فاتح على اللي هو الساينز ده نلاقيه خلاص بقى الول بتاعه تخين وبقى الول بقى الول يعني بعد كده الفتح الساينز دي لما تبقى يسموها يبقى تاني الكلام الغريب اللي انا بقوله ده بنتكلم عن البايوجينيك انفلاميشن في البون المنطقة دي في الميتافيسز الحتة دي حصل فيها بايوجينيك انفلاميشن يعني ايه بايوجينيك انفلاميشن دخل بطريقة معينة عمل بس في المنطقة ده هي في الميتافيسز بتاع البون طيب البس ده ممكن يمشي عن طريق قنوات في العضم ويتجمع تحت البريوستيوم فيرفع البريوستيوم رفعت البريوستيوم بالبص فصلته عن البون فخلت السورس بتاع البلاتسابلاي بتاع البون بقى مرفوع مفيش بلاتسابلاي يواصل للبون ممنوع يوصل للبون عن طريق فيه ابسس متكون هنا في النص مانع البلاتسابلاي نوي يوصل للبون فالبون حصل فيه نيكروزيس مات لان انت قطع عنه البلاتسابلاي تمام كده البون ده الحتة اللي ماتت مع الصديد مع البلاوي دي كلها ممكن تفتح على الاسكين بفتحة عشان تفضي الكلام اللي فيها ده كله اسمها ساينستراك تيجي بعد كده القستيوكلاس تبدأ تفصل النكراتيك بون تعمل separation of النكراتيك بون ده تمام تعمل لنا حاجة اسمها السكويسترم اللي هو part of النكراتيك بون بيكون separated عن الابسس اللي حواليه بعد كده بعد اسبوع تبدأ الأكيوت كونديشن دي تتحول لكرونك تبدأ تيجي التي سيلز وتيجي الميكروفاجيس يطلعوننا سايتوكاينز السايتوكاينز دول يعملون طبقة من النيوبون اسمها الانفولاكرم بتكون موجودة تحت البرئوستيوم وبتحوط الانفلاماتوري كونديشن دي غير الانفولاكرم اللي بيحصل تاني مع الكرونك في الكرونك استيوميلايتس يبدأ الساينستراك اللي تكون ده يبقى aligned بإبيثيليل سيحصله إبيثيليليزيشن والفتحة اللي بتصب بطاسة على الاسكين دي يبقى اسمها كلوكا تمام؟ طيب المهم بعد كده يبقى احنا كده عارفنا الاستيوميلايتس أول حاجة عارفنا الديفانيشن بتاعه إيه عارفنا الكوزيتف أورجنيزم الستاف الروتوب انفكشن وقسمناه الأكيوت وكرونيك الاج مين اللي بيحصل في اليونج ايج بيحصل مين اللي في الميتافيسس أوف لونج بون وعارفنا ليه بيحصل في الميتافيسس أكتر حاجة وبعد كده عارفنا إيه بقى المورفولوجي بتاعه اللي أنا قلت عليه دلوقتي المورفولوجي بتاعه إن حصل فوكس من البص البص ده عمل ليفتنج للبرياستيوم فعمل ان البلاتسابلوي يوصل من البرياستيوم للبون فعمل أريا من بون نيكروزز النكراتيك ماتيرة مع البص تفتح فتحة على الاسكين تعمل حاجة اسمها ساينس كابتي سوري ساينس تراك طيب بعد كده تبدأ الأستيوكلاستي بتعمل سبريشن للجزء النكراتيك من البون ده فتعمل حاجة اسمها سكوسترم جزء النكراتيك بون بس سبريتد عن الأبسس اللي حواليه بقى كده تبدأ المشكلة دي تبقى كرونيك طب لما تبقى كرونيك اللي بيحصل تجلنا بقى الكرونيك انفلاماتيو سيلز بالسيطوكاينز بتاعته اللي تشينجوز بقى اللي بتحصل لما الكونديجين تبقى كرونيك يبدأ أول حاجة بيسموه الانفولاكرم وبيحوط ايه المنطقة الأبسس دي غير كمان اللي بيحصل تاني في الكرونيك كونديشن ان الصينيستريك ده يبقى ليند بإبيسيليال سيلز ويبقى سيك وولد وبيفتح اللي سكين بفتحة اسمها الكلوكا تمام طيب ايه بقى الكمبليكيشن اللي بتحصل نتيجة للأستيو ماليس very very important الكمبليكيشن دي يا أولاد مهمة قوي قوي سواء كان سؤال لوحدها او كجزء اصلا من سؤال الأستيو ماليس او كجزء اصلا من سؤال الأستيو ماليس اول حاجة الانفكشن ده يحصل فيه سبريد يروح لحتة تانية direct spread يروح للجوينت مثلا لايا لو الحتة دي كده مثلا فيها جوينت هنا في جوينت مثلا مع عظمة تانية ممكن لو فينا عظمة تانية وده كده بينهم بين بعض جوينت الانفلاميشن دي ممكن توصل للجوينت in between لمام ممكن يحصل طبعا ايه بلاد سبريد تروح لحتة الثانية خالص تعمل باييميا وسيبتيسيميا وتوكسيميا الكلام ده كله يعني spread of infection للبلد ممكن البون اللي فيه osteomyelitis اللي فيه inflammation ده يبقى سهل للكسر لأنه فيه disease يحصل حاسمها pathologic fracture يعني كسر في البون نتيجة لوجود disease فيه ده معنى كلمة pathologic fracture زي أي chronic inflammatory condition ممكن تعمل secondary amylidosis زي ما اخدنا في الجنرال اتفقنا ان chronic inflammatory condition بتستيميولات الليفر انها تطلع عبنورمال بروتين اللي هو الاس اي اي اللي بيتحول لاي اي اي اللي هو الاميلويد اللي بيترصب في بقية البادي لو تفتكروا secondary amylidosis شرحتوا بالتفصيل في الجنرال وهنا لما تيجي تكتب تكتبوا بالتفصيل اكتب جنب كلمة amylidosis هنا هكتبوا بالتفصيل من الجنرال تمام؟ من اللي هي الامylidosis في الجنرال secondary amylidosis فاكرين التراك اللي اسمه sinus تراك اللي قلتلكه لما تبقى الكونديشن كرونيك بيبقى aligned بيحصله epithelialization يعني بيكون aligned بepithelial cells ممكن الepithelial cells دي يحصل فيها dysplasia ويحصل فيها squamous cell carcinoma يبقى يحصل malignancy في sinus تراك ده squamous cell carcinoma في sinus تراك ده او ممكن الماليجنانس التانية اللي بتحصل osteوساركومة في البون نفسه يعني ممكن two malignancies يحصلوا انطوبه في osteomyelitis يأما السينستراك ده يحصل في squamous cell carcinoma لانه اصلا blinded بستراتيفايد بثيني يأما يحصل osteوساركومة في البون نفسه يعني ايه osteوساركومة يعني ورم خبيث في البون تمام؟ يبقى توكسيميا وسبتيسيميا وبييميا ودول يعني ايه كلام ده يعني الانفكشن بتتنقل للدم pathologic fracture يعني ايه pathologic fracture يعني كسر في العضم نتيجة لوجود ديزيز في العضم عضم فيه inflammation فيه التهاب خلاه سهل الكسر فلو اتكسر نتيجة للديزيز ده بسميه pathologic fracture يأما يحصل secondary amylidosis زي ما خدناه بالتفصيل في شابتر amylidosis d chronic inflammatory condition تطلع cytokines معينة بتستيميولات الليفر انها تطلع ال amyloid associated protein اللي بيترصب في كل systems وتعمل لنا systemic amylidosis يأما malignancy malignancy حكتين يأما sinus tract ده الابيسيليم اللي فيه يقلب scheme of silk carcinoma يأما malignant tumor في البون نفسه اللي هو osteo sarcoma يبقى مهمة قوي مهمة جدا بعد كده فيه بقى حاجة مهمة قوي في حاجة اسمها يعني ايه بروديز ابسس البرودز ابسس ده انه بيحصل فيها انه شايفين الابسس ده اللي هو اللي حصل دي اللي حصلت في الميتافيز بتاع اللونج بون ده تتحوط باريا من سكيليراتيك بون يعني ايه سكيليراتيك بون تبقى حواليها بون ناشف جدا ده بيسموه بروديز ابسس وده نوع من انواع الكرونيك استيو مايلايتس يعني ابسس عادي خلاص موجود يعني استيو مايلايتس بالابسس اللي فيها بكل حاجة بس بتكون متحوطة بون ناشف جدا اسمها استيو سكيليروزوس او استيو سكيليراتيك بون يعني يعني ايه استيو سكيليراتيك يعني بون ناشف بيتكون حوالين الابسس ده بيسموه بروديز ابسس يبقى احنا تعالوا بقى نرجع كنا بنتكلم في ايه اصلا كنا بنتكلم في الانفلاماتري condition of bone قلنا الاستيو مايلايتس السمنين وعين يئما بايوجينيك يئما تيو بيركولاس وتكلمنا على بايوجينيك بالتفصيل وقلنا سؤال مهم جدا التيو بيركولاس استيو مايلايتس يعني ايه يعني تي بي في العضم خلاص تي بي في العضم التي بي ده بيوصل العضم ازاي بيوصل العضم عن طريق بلاد سبريد في برايمري او في ساكندري تي بي في تي بي في منطقة معينة اتنقلت للعضم تمام المهم التي بي ده ممكن يأفكت اللونج بون ممكن يأفكت الفرتبري بيأفكت اي حاجة لو أفكت اللونج بون يعمل لنا كازييشن موجودة فين في الميتافيسس برضو في اللونج بون تبدأ فيه يحصل فيها والجرانيولومتات التي بي وكل حاجة وممكن طبعا الانفكشن اللي موجود في البون ده يتنقل للنير باي جوينت وبعد كده ممكن البون كمان اللي فيه تي بي ده بقى سهل الكسر خلاص يبقى يحصل فيه برضي بطولوجيك فراكشن على بقى الجزء المهم البوتس ديزيز يعني ايه بوتس ديزيز ده البوتس ديزيز ده يعني تي بي موجود فيه في البرتبري وركزوا فيه لان فيه بس شوية التي بي اللي موجود في البون حاجة من الاتنين يتي بي موجود في اللونج بون اللي هو كازيشن وتيوبركل عادي خالص وممكن يحصلوا سبريد للنير باي جوينت وكل حاجة يامة تي بي موجود في البرتبري والتي بي اللي موجود في البرتبري ده بنسميه ايه بنسميه البوتس ديزيز بنسميه ايه البوتس ديزيز يعني تي بي في البرتبري التي بي اللي بيبقى موجود في البرتبري ده بيبقى Characterized بكذا حاجة اول حاجة الـTB طبعا بيعمل undeบقى زيهشن وبيعمل constante وبيعمل الحاجات دي كلها لو احنا عندنا دول كده الفقارات ودا الـDisc اللي ما بينها فهنلاقي ان الـTB بيضمر الفقارات وبيضمر الـVertebs الـIntervertebral Disc اللي هو احنا عندنا الـVertebs بيبقى بينها وبين بعدها Cardledge اسمه Intervertebral Disc الـTB بيصيب الفقارات نفسها بيدمر الفقرات والدسك اللي ما بينهم بيدمر البرتبري وبيدمر الديسك اللي ما بينهم تمام كده طيب المهم التيب ده يبدأ يعمل لنا كازيشن خلاص يبدأ يعمل حاجة اسمها الكازيشن الكازيشن ده بيعمل اين بيتجمع تحت الانتيريور لجامنت لجامنت كده اربطة بتبقى حوالين البرتبري تلاقي كده الابسس ده او اللي هو الكود الابسس او اللي هو الكازيشن ماتيريال يعني اتجمعت تحتين جميل حلو طب الماتيريال دي اللي هي الابسس ده اللي بيتجمع تحت الانتيريور فيرتبرا اللي جامنت لو اتجمع في منطقة السوراسك فيرتبري اللي هي الفرتبري اللي موجودة في منطقة السوركس ممكن يسرح لقدام في الميديا ستاينام يعني ايه ميديا ستاينام ميديا ستاينام اللي هي اللي حوالين اللي هي خشستول فممكن الكازيس ماتيريال دي تسرح ويحصل لها سبريت في الميديا ستاين طب افرد التي بي ده افكت السيرفايكا الفرتبري فوق الفرتبري اللي في منطقة الرقبة برضو نفس الكلام يعمل لنا برضو كازيشن تحت الانتيري الفرتبري اللي جميل ودي ممكن تسرح ولما تسرح تروح في مكان كده وراء الفارنكس اسمه ريترو فارنجيال اريا دي مجرد اماكن في الاناتومي ريترو فارنجيال يعني مكان وراء الفارنكس طب لو التي بي ده افكت اللمبر فرتبري اللي هي الفقرات القطنية يسبريد ويروح الكازيشن ده تروح تمشي من اللمبر فرتبري تسرح وتنزل في شيس حوالين السوس ماصل اكيد انتو خدتوها في الاناتومي اسمه سوس شيس وتملاه بايه وتملاه بالابسس او بالكازيشن ده هيبقى تاني التي بي اللي موجود في الفرتبري بنسميه البوتس ديزيس التي بي ده قادر انه هو يدمر الفرتبري ويدمر الانترفرتبري ديسك اللي ما بينه ودي حاجة مهمة جدا جدا لازم تعرفوه لان فيه امراض تانية بتدمر الفرتبري وتسيب الانترفرتبري ديسك سليم تمام؟ لكن البوتس ديزيس ده بيدمر الفرتبري والانترفرتبري ديسك اللي ما بينهم بيعمل كازيشن الكازيشن دي بتتكون تحت الانتيريرفرتبري لجيمند لو هي التي بي ده كان في السيرفايكا الفرتبري الكازيشن ممكن يسرح لحتة في اريا كده وراء الفارنس اسمها الريتروفارنجي الاريا لو كان الكازيشن ده موجود او التي بي ده افكت السوراسك فيرتبري فهنلاقي الكازيشن ده راح تجمع في حتة كده في الشست اسمها الميدياستاينم ميدياستاينم اللي هي الشست والستركشرز اللي موجودة في السيدر نلاقي الكازيشن راح تجمع فيها لو كان التيبي ده افكت اللمبر فرتبري اللي هي الفقرات القطنية نلقي الكيزيس ماتيريال دي راحت حصل لها سبريد في شيس حوالين السوس مصل تمام مصل اسمها السوس مصل فيروح الكيزيشن ده تتجمع في كيس حوالين السوس مصل ده الكيزيشن والتيبي بيدمر الفرتبري خالص فبيعمل فيها تحدب يعني كايفوزس يعني العيني كان عنده تحدب يعني الفرتبري بتاعته يعني فيها فيها ديفورمتي فيها عيب تلاقي الفرتبري كده عشان هي متكسرة ومتصابة بالتيبي فتلاقيها متحدبة بدل ما هي ماشية ستريت كده لأ دي بقت عاملة كده عاملة على العين اللي هو الأحدب اللي هو الكايفوزس تمام ده ديفورمتي في الفرتبري ممكن الكيزيشن ده يا ولاد الكيزيس ماتيريال دي تضغط على اللي هو النخاع الشوكي فممكن العيني يدخل في شل اللي يحصل له ايه باراليزيس تمام؟ كده خلصنا التي بي بتاع البون آخر حاجة هشرحها النهاردة اللي هي البون تيومر هي سكيم هتخلصهم كلهم على طول وبكرة ان شاء الله هناخد الجوينت البون تيومر بقى علشان نخلصه على طول نقول سكيم ليه كله مهم جدا 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 في اي تيومر يا ولاد اي تيومر في الدنيا هناخده في اي شابتر سيستمك مهمة اوي اوي يبقى مهمة اوي حاجة اسمها يبقى احنا فاكرين لما خدنا في النيوبليزيا جدوى الكبير اوي كده كان فيه من المالجنة ومن البيناين تيومر ده قراءة بس مشاين فاكت احفظوه الكلام ده بقى في الستيمك لازم نحفظه لازم نحفظ كل سيستم اللي في التيومر اللي فيه اي سيستم في الدنيا هناخده هناخد فيه بارت كده عن التيومر اللي بتبقى افكت السيستم ده التيومر اللي بتبقى افكت السيستم ده عشان نعملها انقسم الحاجتين يا بيناين تيومر يا اما والمالجننت دولم يعني طلع من الأرجن نفسه يا secondary يعني يجيله ميتاستازيس من منطقة تانية يبقى أي أورجن في الدنيا الكلاسيفيكيشن بتاع التيومورز اللي فيه very important والكلاسيفيكيشن ده هيبقى عبارة عن إيه هنقسمه والإيه هنقسمه يا إما benign يا إما malignant والmalignant ده primary يا إما secondary primary يعني التيومور طالع من الأورجن نفسه وسكندري يعني ميتاستازيس كانت في منطقة تانية وراحت بعتت إيه ميتاستازيس للأورجن بالنسبة للعظم يا ولاد الميتاستاتيك تيومر هي very important أو مش very important هي قضية most common most common تيومر بيأفكت البون هو مين الميتاستاتيك تيومر إن يكون فيه ورم تاني في الجسم باعت ميتاستازيس للعظم العظم اللي more common إن يحصل فيه ميتاستازيس الأجزيالسكيلتون يعني إيه الأجزيالسكيلتون يعني الاسكيلتون موجود في الميدلين في نص الجسم زي الفرتبري زي الريبس زي البيلفيك بون اللي هي العظم بتاع الحود زي الكرينيام اللي هو السكال بون اللي هي العظم اللي موجود في النص اللي هو الأجزيالسكيلتون ده أكتر عظمه common إن يحصل فيه ميتاستازيس بس ممكن طبعا يحصل في أي حتة تانية الصورس مين التيومرز الكاركترايز إن هي بتبعت للعظم الكانسر سيرويد الورم اللي في الغضة الدرقية الكانسر بروستوت أو الكانسر بريست أو الكانسر لانج أو الكانسر كيدني الأورام دي كلها كومن إن هي تبعت للعظم الأورام اللي بتحصل في العظم دي بتبقى مالتبول يعني ما تلاقي العظم مليان مالتفوكل يعني مش فوكس لم يحصل ميتاستازيس في العظم بتلاقي العظم مليان مالتبول فصاين من الماليجننسي يعني تلاقي نوتجولز كتير قوي في العظم نوتجولز دي من علامات الميتاستازيس يعني غالبا لو برايمير تيومر طالع من العظم يقوم الفوكس واحده لكن ما يبقى مالتفوكل نوتجولز كتير قوي في العظم ده معنى كده أنه هو ساكندري يعني جاي ميتاستازيس من حتة تانية طب إيه الكومبليكيشن الميتاستازيس اللي موجودة في العظم طبعا استيوليتك بتكسر العظم تعمل استيوليتك وتعمل pathologic fracture يعني ايه pathologic fracture يعني عظم تكسر نتيجة وجود ديزيز فيه فالcomplication انه يتبقى استيوليتك وتكسر العظم طيب فيه نوع معين من التيومرز بس هو اللي بيعمل bone formation يعني مش بيكسر العظم ده بيه form bone ايه التيومر ده اللي هو الكنسر بروستيت اش معنى الكنسر بروستيت بيعمل new bone formation لان الكنسر بروستيت بيكون فيه انزيم معين اسمه الالكالين فوسفاتيز والالكالين فوسفاتيز فهنلاقي ان الكنسر بروستيت osteوسكيليراتيك يعني بيكون فيه new bone formation يبقى تاني السكندري او الميتاستاتيك تيومر في البون ده الموست كومن يعني اكتر مور كومن ده البرايمري تيومر في البون نفسه طب characterized by A انه يبقى multifocal يعني اكتر من فوكس في البون طب موجود فين ايه اكتر بون افكتت بالمتاسس الاجزيالسكيلتون يعني ايه الاجزيالسكيلتون يعني الكرينيام اللي هي الاسكالبون الريبس الستيرنا الفرتبري تمام وممكن يحصل في اي بون تاني طبعا طب السورس بييجي منين لو كان في الكبار ممكن ييجي من كانسر سايرويد كانسر بروستيت كانسر بريست او ييجي مثلا عندنا من من كانسر لانج كانسر كيدني الحاجات دي كلها في الاطفال ممكن ييجي من حاجة اسمها والويل مستيومر والويل مستيومر ده ورم في الكلا او نيورو بلاستوما ده ورم كده معين بيحصل في الاطفال في كذا صايت يعني الكمبليكيشن ايه الكمبليكيشن عندنا انه هو يحصل فراكشر في البون استيوليتك يكسر البون مع عدد نوع كانسر معين اللي هو الكنسر بروستيت لانه بيطلع انزايم اسمه ايه اسمه الالكاليين فوسفاتيز بيساعد على ده السكاندري او الميتاستيوس في البون في بقى حاجه اسمها البرائمري تيومر في البون هنقسمهم لحكين يا يوميقين يا ماليجنانت يا ورم حميد يا ورم خبيس وكل واحد فيهم من البيناين والماليجنانت هقسموا لحاجه اسمها بون فور منج تيومر او cartelage forming tumor او tumor of unknown origin يبقى احنا البون tumor هنقسمهم لحاجتين يائمة benign يائمة malignant المالignant دولة يائمة secondary يعني متاستاسس جاي من tumor تاني راح للبون يائمة primary tumor طلع من البون شخصيا والprimary ده ya benign ya malignant primary bone tumor سواء كان benign او malignant هنقسم كل واحدة فيهم لحاجة اسمها bone forming tumor يعني اورام بتصنع bone واورام بتصنع cartilage وفيه اورام تانية مش عارفين مصدرها ولا بتصنع bone ولا بتصنع cartilage هنسمهم tumors of unknown origin يبقى مهمة قوي قوي تclassify البون المهم الكلاسيفيكيشن دي حطها في موخك وعتراها بالتفصيل اول ما تدرس الانواع كلها هتبقى الكلاسيفيكيشن سهل اي bone اي ورم هنقابله في الدنيا هنمشي عليه بسكيم معين عشان خاطر ما ننساش حي اي tumor في البون اي tumor في البون هنكومنت على ايه الديفنيشن بتاع التيومر نفسه الاج والسايت والسيكس يعني التيومر ده بيحصل في اني ايج جروب بيحصل في اني بون في الجسم وبيحصل في الفيميلز اكتر ولا في الميل الجروس بيكتشر بتاعته ولو الجروس بيكتشر فيها باترنز معينة هنقولها المايكروسكوبك بيكتشر البريدسبوزنج فاكتور للتيومر ده اللي هي العوامل اللي بتؤدي لحدوث هذا التيومر صورة التيومر في الاكس راي الكلانيكل أبيرنس يعني العيان ده دلوقتي لما بيجي بيشتكي من ايه كلانيكالي يعني كلانيكالي يعني العيان جاكويت و ايه تمام الميتاستيزيس التيومر ده بيبعت متاستيزيس لفين والتريتمينت لو كان موجود يبقى ايه تيومر هنعلق على ايه على نمشي على الكريتيري التسع حاجات الديفنيشن الاج والسايت والسيكس الجروس بيكتشر والجروس باترن المايكروسكوبك بيكتر بريدسفوزينج فاكتور الاكس راي كلانيكال بيكتر والميتاستيزيس والتريتمينت تعالوا بقى نمسك كده واحد واحد ونعلق على كل واحد فيه بالتسع ايتم سدو اول حاجة هنمسكهم البيناين تيومرز بتوع البون والبيناين تيومرز بتاع البون دول احنا اتفقنا ان هم يئمة بون فورمينج يئمة كارتلج فورمينج يعني يئمة بيناين تيومر بتصنع بون يئمة بيناين تيومر بتصنع عض اول حاجة في البيناين فورمينج تيومر اللي هما البيناين حاجة اسمها الوستيوما او رام اسمها الوستيوما الوستيوما دول عندنا منهم 3 انواع واحدة اسمها الكمباكت استيوما والتانية اسمها استيويد استيوما والتالية اسمها استيوبلس تume الاسماء mattered هتبقى صعبة في الاول بس مع التكرار ان شاء الله كله هيزبت منهم 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 من 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 اسمها الاستيوما والاستيوما دول عندنا منهم ثلاثة انواع او اسمها التاني ونوع اسمه ونوع اسمه اللي هو اول نوع منهم اول حاجة لما جي اعمل الديفنيشن لل tha انا ما حفزتش حاجة انا بقولوا كلام بديه جدا compact osteoma أو ivory osteoma دي benign tumor ايوة primary bone tumor طبعا من secondary وايه bone forming tumor يعني tumor بيصنع عضم يبقى تصقى benign bone forming tumor تمام دي اول حجم طيب الصايد بتاعه بيطلع فقال هي عضم بالذات بيطلع من ال skull bone أو من ال facial bone بيطلع من عضم ال skull أو من عضم الفيس تمام طيب شكله ايه grossly شكله بنلاقي لو انا عندي العضمة بالمنظر ده كده بنلاقي compact osteoma أو ivory osteoma عاملة زي حاجة كده كورة كده بزة من العضم بنقول نسمها ايه postulated sysile solitary tumor postulated يعني حاجة كده بزة من العضم وسيسايل يعني ايه سيسايل يعني لزقة من العضم مش مرتبطة بيه برقبة المنظر ده كده اش نفكركم ده كده يعني بدانكيوليتد يعني ليه رقبة لا ال compact osteoma بش بالمنظر ده ال compact osteoma ملهاش رقبة sysile تمام ايه بتقى sysile postulated and solitary tumor بتطلع solitary mass بس ده شكلها بال gross طب شكلها ايه تحت المايكروسكوب بتطلع من ايه عبارة عن compact bone مجرد ايه شوية compact bone بس زيادة شوية will form compact bone يعني ايه will form compact bone فاكرين ال compact bone اللي خدناه من شوية اللي هو بيكون bone اللاحم في بعضه مفيش بينه بينه بين بعض هي دي ال compact osteoma او ال ivory osteoma شوية compact bone وخلاص يعني كأنها exaggeration من النورمان ما فيهاش حاجة ما فيهاش مشكلة it's a benign tumor يعني exaggeration بس من النورمان تمام كده ده المايكروسكوبك ايه appearance will form compact bone يبقى ايه هو definition بتاع ivory osteoma او compact osteoma it is a benign bone forming primary tumor الage بتاعه مش مش لازم اذا وما يريد ما بيحسنين في ال young age inside بتطلع من skull bone او بتطلع من facial bone gross picture it is a pocylated solitary sysile tumor تحت المايكروسكوب عبارة عن ايه عبارة عن will form compact bone تمام كده ما فيش هنا لها شكل predisposing ولا x-ray ولا clinical picture ولا اكتباعة metastasis ولا اي حاجة تمام هي بس مشكلتها الوحيدة ان هي ممكن طبعا لو هي حاجة طلعة كده قبة كده من skull bone تعمل مشاكل تجميلية cosmetic appearance تمام او تعمل pressure تعمل ضغط على على bones اللي حواليها لو طلع مثلا في bone ليه علاقة ب لو طلع في facial bone في العظم بتاع الفيس مثلا زي في العظم اللي حوالين nasal cavity ممكن تعمل obstruction لل nasal cavity مش اكتر تمام لكن هي ورم حميد مفيش منه اي مشكلة اه ناخد الورم اللي بعده اللي هو الاستيويد استيوما الاستيويد استيوما الاستيويد استيوما it is a benign bone forming بناء primary tumor طب السايد بتاعه بيطلع منين بيطلع من الشافت بتاع اللونج bone يعني ايه الشافت بتاع اللونج bone يعني لو انت عندك عظمة كده لونج bone زي مثلا يوميرس مثلا بالمنظر ده كده خلاص هو بيطلع في الشافت بيطلع في الحتة دي بيحب بيطلع في الحتة دي يعني بيطلع في الشافت بتاع اللونج bone طيب ال H بيحب يحصل فين بيحصل في ال young adult تمام طيب شكله ايه grossly وشكله ايه تحت المايكروسكوب شكله grossly بيبقى عبارة عن جريتي و جريتي مثلا ايه جريتي يعني لما بتيجي تقطع فيها جريتي يعني بيجي لك احساس ايه لما يعني هقول لك كلمة جريتي كده عارفين لما بتدخل في المنشار لما بتدخل بالمنشار في حاجة كده ما هيش ولا soft ولا hard فيعمل صوت كده جريتي يعني انا مش عارفة اوصفها لكم ازاي بس كأنك داخل بمنشار في مث ولا هي hard اوي ولا هي soft اوي تمام هي ماس كده كأنك بتقطع في ايه عارفين عارفين حتة اللحمة بيكون حواليها حاجة كده عاملة زي اسمها شغط الشغط بتاع اللحمة دي قطعت السكينة فيه الصوت اللي بتعمله السكينة ده اللي اسمه جريتي سنسيشن تمام المهم يعني هي rounded mass وفيها حتة من الهاموريج و جريتي تمام المهم تحت المايكروسكوب الماس دي بقى بتبقى عاملة ازاي تحت المايكروسكوب بيكون فيها المنظر ده كده عايز اقوليكم صورة تحت المايكروسكوب بحيث ان انتو لما بتربطوا الكلام بصورة ما تنسوهوش الاستيويد استيوما بتكون عبارة عن ايه بيكون عندنا كده السنتر بيكون عندنا الماس كده السنتر بتاع حاجة اسمها نيدس حاجة اسمها ايه حاجة اسمها نيدس استيوما النيدس دي يعني نواي نواي كده يعني حاجة السنتر بتاع الماس حاجة اسمها نيدس النيدس دي بتتكون من ايه اللي انتو شايفينه اللي لونه بينك ده ده استيويد تمام بتتكون من ايه هنا بتتكون من استيويد او اللي هو ووفن بون يعني بون بدائي خالص الكولوجين فايبر اللي فيه أرينجد هاب هاذرد أرينجد بعشوائية لايه الحاجات البينك ده هيت طيب بينها وبين بعض فيه ايه بينهم وبين بعض فيهم كونكتف تيشو هايلي فاسكولر كونكتف تيشو اللي في النص ده كونكتف تيشو مليان بلوت فاسل الووفن بون ده رمد يعني على الحواف بتاعته بيكون استيو بلوست يبقى انت عندك الاستيويد استيومة شكلها ايه تحت الميكروسكوب شكلها ووفن بون اللي هو اللونو بينك ده اللي هو العظم اللي فيه الكولوجين فايبرز أرينجد بشكل بداي الووفن بون ده بيحصل فيه لائنج المتحوط او الحواف بتاعته رمد بالاستيو بلوست وفي النص الحاجات البينك اللي في النص ده هايلي فاسكولر كونكتف تيشو في النص ده اسمه ايه اسمه نيدس اسمه ايه نيدس تمام طيب بيكون بقى حواليه من برة خالص حواليه النيدس من برة دي زون من استيو سكيليراتيك بون يعني زون من بون ناشف بس مش هطح هنا في الرسم يبقى ده الاستيويد استيومة يبقى الاستيويد استيومة السنتر بتاعها بيكون فيه ووفن بون والووفن بون ده ليند او رمد باستيو بلاست وسوراوند بايه اللي في النص ده هايلي فاسكولر كونكتف تيشو وحواليه زون من اسكيليراتيك بون وابحق اوي في الصورة اللي في الكتاب عندوكو دي الصورة اللي في النص اهو البينك ده اللي هو الووفن بون والبينك الفاتح اللي في النص اللي هو الهايلي فاسكولر كونكتف تيشو بس مش باين فيها الاستيو بلاستيك رامنج زي الرسمان انا وردها لكم واللي حواليها ده بقى Reactive bone Sclerotic bone العين ده بيشتكي من severe pain during night بيشتكي من وجه رهيب جدا بالليل والوجه ده بيبقى بشكل واضح مع الاسبرين اول ما ياخد اسبرين كل الوجه ده يروح في نوع تاني اسمه من الاورام اسمه الاستيو بلاستوما نفس منظر الاستيويد الاستيوما بالزبط بس الفرق بينه وبين الاستيويد الاستيوما انه هو ما بيعملش severe pain اللي بيعملوا الاستيويد الاستيوما لكن الاستيو بلاستوما هي بالزبط شبه الاستيويد الاستيوما بس الفرق انه هما ايه مش بتعمل نفس الوجه بتاع بالليل اللي بتعملوا الاستيويد الاستيوما والوجه بتاع بالليل ده بيسموه نكتورنال بين نكتورنال يعني واجع بالليل كلمة نكتورني يعني بالليل نكتورنال بين يعني واجع بيزيد بالليل تمام كده كمان الاستيو بلاستوما احنا اتفقنا الاستيويد استيومة مين ليه في الشفت بتاع اللونج بون لا الاستيويد استيومة بتحصل ساعات في الفرتبري يعني اماكنهم مختلفة والكلانيكال بيكتشر بتاعتهم مختلفة يبقى احنا اخدنا دلوقتي اتفقنا نرجع تانية عشان ما اتطوهش مين اخدنا الكلاسيفيكيشن بتاع البون تيومر الكلاسيفيكيشن بتاع البون تيومر اخدنا اول حاجة عندنا في الكلاسيفيكيشن اخدنا اللي هما الساكنري او اللي هما الميثاستازيس خلاص ماشي واخدنا البرائمري اللي هما التومر اللي طالع من العضم شخصيا البرائمري ده يا ولاد هنقسم ثلاث حاجات هنقسم اول حاجة bone forming tumor يعني ايه bone forming tumor يعني tumor بتصنع عضم خلاص تاني حاجة حاجة اسمها cartilage forming tumor يعني tumors بتصنع cartilage تالت حاجة tumor of unknown origin of unknown origin البون forming tumor هنقسمهم لحاجتين ya benign ya emma malignant الbenign خدنا منهم تلات انواع مين هما خدنا منهم حاجة اسمها الاستيوما والاستيوما دي خدنا منها تلاتة اللي هي حاجة اسمها الكمباكت استيوما او الايفوري استيوما والنوع اللي بعده حاجة اسمها ايه حاجة اسمها الاستيويد استيوما تمام والحاجة التالتة اللي اسمها الاستيو بلاستوما دولا بناين بون فورمينج برايماري تيومر تمام دول اللي احنا اخدناه واتفقنا كل واحد فيهم عبارة عن ايه التلاتة الديفينيشن بتاعهم it's a benign bone forming برايماري تيومر واتفقنا ان الكمباكت استيوما دي تطلع منين السايد بتاعها بتطلع من اللاسكال او الفيشيال بون الاستيويد استيوما دي بتطلع منين بتطلع من الشافت بتاع اللونج بون والاستيو بلاستوما بتطلع برضو من اللونج بون وبتطلع ممكن من الفيرتبري اتفقنا ان الاستيويد استيوما والاستيو بلاستوما منلي في اليونج ادلت شكلهم التلاتة جروس ومايكروسكوب الكمباكت واستيوما شكلها جروسلي كانت بوسيلات سيسايل ماس شكلها تحت المايكروسكوب كانت والفورمت كومباكت بون الاستيويد استيوما شكلها جروسلي كانت ماس وشكلها تحت المايكروسكوب كان فيه نيدس في النص يعني سنتر عبارة عن ووفن بون والووفن بون ده رند متحوط باستيو بلاست والسنتر ما بينه ما بين بعضه كان فيه هايلي فاسكولر كونكتف تيشو وحواليه اريا اوفيسكيليراتيك بون زي ما وردكو في الرسم الاستيو بلاستيك الاستيو بلاستوما بالضبط زي الاستيويد استيوما بس الفرق ان الاستيويد استيوما العين بيبقى عنده سيفير نكتورن البين واجع شديد جدا بالليله بيخف بالأسبران لكن الاستيو بلاستوما ما عندهوش النكتورن البين ده تمام كده طيب بعد كده بقى هناخد النوع التاني اللي هو الماليجنانت بون فورمينج برايمر تيومر وعندنا منهم نوع واحد بس اسمه ايه اسمه الاستيو الاستيو صار كوما تمام ممكن انت لو عايز تحفظ الكلاسيفيكيشن بطريقة سهلة تحفظها بالشكل ده تعمل لنفسك فريم وورك كده خلاص وكل ما تذاكر النوع تيومر تزوده يبقى انا عامل النفسي في فريم وورك secondary ذاكرنيه primary يا اما بون فورمينج يا كارتليج فورمينج يا اما اوف انون اوريجنج البون فورمينج خلصنا منهم البيناين لو الكمباكت استيوما والاستيويد استيوما والاستيو بلاستوما الماليجنانت هناخد فيه الاستيو ساركومو يبقى انا بعمل فريم وورك وباملاه بالتيومورت انا بذكرها الشكل ده مش يخليك تنسى ابدا الكلاسيفيكيشن غير لما تبدأ الدرس بحفظ الكلاسيفيكيشن اتلاقي نفسك عمل تحفظ ديزيزيس واوران انت اصلا مش عارفها فيكون حفظها صعب جدا فالمفروض تحفظ الكلاسيفيكيشن بعد ما تخلص مذاكرة التيومورز مش قبلها لان انا حفظتها قبلها تقام مستحيلة تعملت ردد في اسماء كده وانت اصلا مش فهمها لكن مذاكرة الكلاسيفيكيشن بعد مذاكرة كل التيومور هتبقى سهلة جدا يا ولاد تمام طيب تعالوا ناخد بقى الاستيو ساركومو اللي هو ايه الديفينيشن بتاعه it's a malignant bone forming primary tumor والاستيو ساركومو دي عشان بتيجي بقى سؤال في الامسكيو it is the most common primary bone tumor in young age يبقى هي الموستو كومن primary bone tumor in young age تمام تعالوا قمنا نطبق عليها اللي سكيم اللي احنا اه قلنا هنمشي عليه اول حاجة زي ما اتفقنا الاستيو ساركومو it is a malignant bone forming primary tumor المهم الage بيحصل فين؟ بيحصل في ال young age يعني غالبا بيحصل قبل سن ال 20 سنة ممكن يحصل في old age اوه يحصل في old age لو العين اصلا كان عنده مثلا budget disease اللي احنا قلناه من شوية لو عين اتعرض لradiation البون اتعرض لradiation الحاجات دي كلها ممكن تخلي الاستيو ساركومو تحصل في old age طيب لكن غالبا الاستيو ساركومو ده مرض بيحصل فين؟ في young age طيب يبقى خلصنا خلاص definition الage الصايت بتحصل فين بقى؟ الصايت بقى بتحصل في الميتافيسيز بتاع long bone غالبا بتحصل في الميتافيسز بتاع long bone وقلنا منطقة الميتافيسيز ليه تحت الage ارواند الني ارواند الني SB مين العضم اللي ارواند الني جواند ارواند الني جواند اللي هو lower part بتاع الفيمر وال يابر بimportant بتاع التبية والفيبيلا بتحصل في الميتافيسيز off long bone main early around الني جواند اللي هوا غالبا بيكون جواند hält والاوبر port of tibia and fibula تمام طيب عرفنا كده السايت بتاعه بيحصل فين بقى فيه منه انميع مش احنا اتفقنا ان فيه يعني فيه حاجة اسمها patterns او اشكال من السيومر الاستيو ساركومة ده فيه منها حاجات بتطلع في الميدالري كافتي اللي جوه البون بيسموها ميدالري استيو ساركومة فيه حاجات بتطلع تحت البرياستيوم بيسموها ايه بيسموها 適orious osteo sarcoma وفيه حاجات بتطلع related للكورتكس بتاع البون بيسموها الparacortical بيسموها الparacortical osteo sarcoma يبقى الاستيو ساركومة يبقى بتطلع في الميدالري كافتي بتاع البون ودي بنسميها ميدالري استيو ساركومة يبقى بتطلع جنب الكورتكس يبقى بيسموها acabar cortical يبقى بتطلع نحية البراؤستيوم فبيسموها accuratelyเปيسموها osteo sarcoma تمام؟ يبقى يا ميدالري يا بارا كورتكل يا بيري أستيام الرسمة قدامك تسهل لك الكلام الغريب ده كله يبقى الأستيو ساركومة تتلعي إما ميدالري جوه الميدالري كنال يإما بارا كورتكل جنب الكورتكس يإما في البري أستيام اللي محوط البون بري أستيال أستيو ساركوم تمام؟ جميل طيب يبقى احنا كده عارفنا ايه الديفنيشن بتاعها عارفنا الـ age بتاعها وعارفنا السايت بيحصل غالبا في الـ young age تحت العشرين سنة ممكن يحصل في الـ old age لو عيان أصلا عنده مرض في البون زي الباجد ديزيز مثلا بتاع البون أو عيان اتعرض للرديش تمام؟ طيب بيحصل فين السايت بيحصل في الميتافيسس of long bone غالبا الـ around knee اللي هو الـ lower part of femur والـ upper part of tibia and fibula بيحصل في الميلز أكتر من الفيميلز طيب بيحصل فين مكانه بيحصل في الميدالي كافتي ميدالي أستيو ساركومة ياما related للـ periosteam يسموه periosteal osteo sarcoma ياما related للكورتكس يسموه paracortical osteo sarcoma طيب الجروس بيكتر و المايكروسكوبك بيكتر بتاعة الأستيو ساركومة دي الجروس بيكتر اي ساركومة في الدنيا هناخد لها سطنبة جروس واي مايكروسكوب أول ما تسمع كلمة ساركومة هتقولي نافليشي مش هاتفقنا أنه ساركي يعني لحمة فهتقولي المستمبة الجروس بيكتر اف الساركومة نافليشي يبقى شكلها جروس لي فلشي تمام كده؟ طيب تحت المايكروسكوب هنقول دلوقتي بس خلال الوقت الأول حاجة نشوف بس الجروس بيكتر اي ساركومة في الدنيا يا ولاد فلشي دي سطنبة بس لازم تقول حاجة معينة إن هي ممكن مش حتى مش احنا قلنا إن هي ممكن تدستروي يا إما الميضالة في النص يا إما تدستروي الكورتكس ويحصل لها سبريد للصوف تيشو اللي حاليني يبقى هي والماس دهيت بتحمل ايه؟ ممكن تعمل للكورتكس دهيت وتعمل للصوف تيشو تمام؟ تمام؟ ده الجروس بيكتر أوف الأوستيو ساركومة طب تحت المايكروسكوب عبارة عن إيه؟ أي ساركومة في الدنيا اللي هو ماليجنانت تيومر طالع من ميزينكاين بيتكون من ماليجنانت سيلز والماليجنانت سيلز دي بتطلع ماتريكس ومعاها كمان هامورجونيكروزيس طبعا الماليجنانت سيلز من الميزينكاين مالتيومر غالبا بيبقى شكلهم وطبعا فيهم الكريتيريا اللي احنا متعودين عليها من الجينرال اللي هو إيه؟ لو تفتكروا هايبركروميزيا انكريز انسي ريشو كليومورفزم وبروميننت ميتوتك فيجر وبروميننت نيوكليولاي الماليجنانت سيلز دي من الميزينكاين تيومر بتطلع ماتريكس طبعا في الماتريكس هنا في البون غالبا بيبقى أستيويد ماتريكس اللي احنا قلنا بيكون الأستيويد دا اللي هو بيكون عضب مفووش من ماتريكس مفووش من بس اخلي بالك ان هي ممكن اصلا يحصلها شوية يعني تلاقيها يعني ايه؟ يعني تلاقيها مطلعة مثلا كارتلاجونس ماتريكس ماتريكس بتاع كارتلاج تلاقيها مطلعة الفايبراس ماتريكس اللي هو الماتريكس بتاع الفايبرو بلاست اللي هو الكوليجن فهي ممكن تطلع أستيويد او ممكن تطلع ماتريكس بتاع اي ميزن قايم تان تمام لو طلعت الماتريكس بتاع البون اللي هو الاستيويد بنسميها استيو بلاستيك ساركوما لو طلعت الماتريكس بتاع الكارتلج بسميها الكندرو بلاستيك ساركوما لو طلعت الماتريكس بتاع الفايبر بلاست اللي هو الكولاجن بنسميها فيبر بلاستيك استيو ساركوما يبقى على حسب الماتريكس اللي هي بتطلعه بسميها ايه طلعت استيويد فبسميها osteoplastic osteosarcoma طلعت cartilage يبقى انا بسميها بسميها condroplastic osteosarcoma طلعت collagen فبسميها fibroplastic osteosarcoma يبقى احنا بنسميها على حسب الماتريكس اللي هي بتطلعه يبقى هم malignant cells فيهم الكريتيريا of anaplasia والماتريكس على حسب هي بتطلع عنه ماتريكس على حسب ما بسميها تمام؟ طيب في بقى حاجة مهمة جدا جدا مش هي osteosarcoma واحنا انتفقنا ان osteosarcoma دي يعني bone forming tumor يعني tumor بيصنع bone طب فين البون اللي انا قلته الوقت انا جبت سيرته لو تفتكروا من شوية لما انا وردكم شكل اللي هو الwoven bone شكل الwoven bone الطبيعي خالص اللي ربنا خلقهن normal بيبقى ادي bone محترم اللي هو البنك ده بينهم وبن بعض فيهم ايه الاستيو بلوست تعالها بقى للأستيو ساركوما نفسها شايفين النورمال باترن بتاع الwoven bone ده لا ما بقاش كده ده 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 نورمال خلاص ماشي نورمال بيسموه اللي هم الاستيويد او الwoven bone ده بيكون شكله ترابيكولر يعني الاشكال دي ترابيكولي طب في الاستيو ساركوما بقى بيحصل في اين الاستيويد بون ده او الwoven bone ده بيبقى ارنجد ازاي بقى في الاستيو ساركوما شايفين الاستيويد هنا عمل ازاي شايفين الحاجات ال بينك دي باسمه Malignant Osteoid اسمه Malignant Osteoid الشكل الغريب اللي هو متجمع بي ده اسمه Lace-like pattern Lace-like pattern الاشكال اللي هو عاملها الاستيويد دي اسمها Lace-like pattern الريجويللر دي يبقى شايفين هنا الاستيويد كان شكله регال وienen وامور development وما اendeu ازاي. ازاي ال بينك ده ده النوروما اللي ربنا خلقه شايفين لما بقى مالجنانت عمل شكل اسمه ليس لايك يعني ايه ليس لايك الشكل ده هو اسمه كده الاستيويت بالمنظر ده الريجولر ده اسمه ليس لايك باترن والخلايا اللي ما بينهم دي دي المالجنان سيلز تمام كده يبقى المايكروسكوبيك بيكتور بتاع الاستيو ساركوما بيتكون من المالجنان سيلز اللي ليها كريتيريا اوف انابلزيا روما انكريز اني سيريشي والهايبركروميزيا والبليومورفزم ماشتو تكفجرة والحاجات دي كلها بينهم وبين بعض فيهم اللي هو المالجنانت اوستيويد دا اللي بنسميه entirelyac pattern الماتريكس على حسب هما لو بيطلعوا الاوستيويد اللي هو البون ماتريكس بنسميها استيو بلاستيك استيو ساركوما لو بيطلعوا كارتيلاجينباس ماتريكس فبنسميها الكندرو بلاستيك وكندرو ساركوما لو بيطلعوا الكالاجين فإحنا بنسميها الفايبرو بلاستيك استيو ساركوما تمام كده؟ لما نيجي ناخد بقى احنا كده تكلمنا عن ايه كده تكلمنا عن ايه في الاستيوساركومة تكلمنا خلاص عن الديفناشن تكلمنا عن الـ H بتاعها تكلمنا عن الـ SITE وعن الـ SIX تكلمنا عن الـ gross picture واماكنها سواء كانت ميدالوري او بارا كورتيكال او برياستيال وخدنا الـ gross picture وخدنا الـ microscopic picture الـ predisposing factor بتاعها ايه ان الـ budget disease او الـ exposure to radiation may predispose طبعا للأستيوساركومة وزي ما خدنا برضو الأستيومايلايتس ممكن يقلب إيه أستيو ساركومة يبقى البريدسبوزينج فاكتور يأما باجت ديزيز يأما الأستيومايلايتس يأما إيه الإكسبوجل للرديشن طيب العيان بيجي كلانيكا بيجي بماس ماس في البون والماس دي ممكن طبعا تروح تعمل انفلتريشن لسوراوندنج إيه صوفتيشو طبعا بيكون ممكن تبعد طبعا ميتاستازيس طبعا تروح تعمل ميتاستازيس طبعا لأي حتة بقى تروح تعمل تروح تعمل في أي حتة طب التريتمينت بيعالجوها بإيه بيعالجوها بحاجة اسمها كيمو ثيرابي يعني يدو العيان كيمو ثيرابي قبل ما يعملونه عملية تمام الكيمو ثيرابي اللي قبل العملية ده بيقل الحجم التيومر فبيخلي ان انت لما تدخل تعمل عملية ممكن تشيل التيومر بس بيعمل حاجة اسمها يعني إيه يعني بيخليك ان انت كانوا زمان عشان خاطر يعلجوا الأستيو ساركومة يعملوا أمبيوتيشن يشيلوا الليم بكله دلوقتي لا استبدلوا الكلام ده من نيو آجو فاند كيمو ثيرابي يدو كيمو ثيرابي قبل العملية فيقللوا حجم التيومر فلما يقللوا حجم التيومر ده خلاص ما عادش فيه داعي ان احنا نعمل عملياتنا نعمل بتر لا هنمدي نيو آجو فاند كيمو ثيرابي وبعدها ندخل بعملية نشيل الناس تمام فده قالك بيبرميت لامب سيرنج سيرجري يعني انت لما تدي قبل العملية كيمو ثيرابي ممكن العملية نفسها ما تبقاش بتر تبقى مجرد بس الشيل بقى الماس اللي صغرت نتيجة للنيو أجو فاند كيمو ثرابي يبقى تاني يعني ايه نيو أجو فاند كيمو ثرابي يعني كيمو ثرابي بندين العيان على الكيميائي بندين قبل ما العين يدخل لعملية خالص وظيفته ايه بيقل الحجم التيومر فبيسهد العملية بدل ما تدخل عمليات ويعمل بتر الرجله لا ده بيخلي العيان لما يدخل العملية يشيل بس التيومر ما يعملش بتر لان النيو أجو فاند كيمو ثرابي ده قل الحجم التيومر طيب حاجة مهمة جدا جدا بقى لازم نتكلم عليها فين في الاستيو ساركوما وهي شكلها تحت الاكس راي شكلها في الاكس راي بيبقى عامل ازاي يعني ده مهم جدا لان احنا لما بيجينا تقرير الباثولوجي بتاع عيين عنده بون تيومر وجايب لنا بون ميس عشان نحللها شكل الاكس راي بيجايد بيبقى جايد لنا ان احنا نقول هي ايه بالزلط الاستيو ساركوما يا ولاد زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده كده استيو ساركوما دي ماس هنا عاملة elevation للبرياستين الelevation بتاع البرياستين ده بيبقى تحت الاكس راي شايفين الelevation ده بيبقى شكله عامل زي المثلس بيسموه في الاكس راي حاجة اسمها الكودمان تريانجل ده اسمه كودمان تريانجل ده مسلس كده بيظهر في الاكس راي نتيجة لايه نتيجة الelevation ا Zeam طيب التريانجل ده بيكون مليان كده زي ريز كده لونها أبيض يعني خطوط كده بيضة نتيجة البون حينتفقنا ده فالفورميشن بتاع البون ده بيبقى باين كأنه خطوط كده جوه التريانجل ده وبيسموها فدي شكلها بالإكس ري بقى مميز جدا الكودمان تريانجل ده مع اللي هي الايه مع الصن ري أبيرانس ده ده شكل الأستيو ساركوم تمام كده يبقى احنا كده لما خدنا بتاع البون خدنا ايه في بتاع البون لو نفتكر خدنا اول حالي نوع واتكلمنا عن فكده خدنا غير خدنا لين والبرايمري ده قسمناهم إلى والبون فورمينج تيومر والبون فورمينج تيومر ده قسمنا لين وين مشتقي صفحة لحين قسمنا سيكاديري واسمنا بعد كده برايمري البرايمير ده اسلناه bone forming cartilage forming of unknown origin اتفقنا ان bone forming ده يئم بيناين اللي هما الاستيومة اللي هما الcompact osteoma والاستيويد والاستيو بلاستيك او الاسوري الاستيو بلاستيومة يئم الماليجننت اللي كان اسمه الاستيو سركون هناخد بعد كده الكارتلج فورمينج تيومر بقى والكارتلج فورمينج تيومر دول يعني تيومر تصنع كارتلج وهنقسمهم برضه يئم بيناين يئم ايه يئم الماليجننت دول سهلين خالص انا هناخد بقى واحد واحد ونمشي برضه على السكيم اللي احنا قلنا عليه اول واحد في البيناين كارتلج فورمينج تيومر واحد اسمه الاستيو كندرومة او بيسموه الاكزوستوزيس الديخناشن بتاعه بيناين كارتلج فورمينج تيومر تمام كده الاج بتاعه بيحصل فين تحت سن العشرين سنة طب السيكس بيحصل في الاتنين الميل والفي ميل بيحصل فين السايد بتاعه موستو كومان يحصل فين بيحصل غالبا في الميتافيس برضه خلاص ماشي زي ما احنا قلنا الميتافيس لقى المنطقة دي اللي تحت الاي بفيزية ده السايد بتاعه مين لبرضه عند الني جونت طيب شكله ايه بقى في الجروس وشكله ايه تحت المايكروسكوب شكله في الجروس بيكون مشروض shaped deligean يعني ايه مشروض shaped deligean شايفين المنظر ده ده كده البون وده كده الإجزوستوزيس اللي طالع من البون الإجزوستوزيس أو الأستيكوندروما بتبقى حاجة عاملة زي المشروم طالع من منطقة الميتافيزيس بيبقى لها كاب من بره الكاب ده عبارة عن هايلاين كارتلج واللي جوه ده كله بون تمام؟ يبقى إيه عبارة عن مشروم شيب ديليجن طالع من الميتافيزيس بتاع البون المشروم شيب ديليجن ده بيكون ليه كاب من الكارتلج وبيكون تحت الكاب ده عبارة عن إيه عن بون تمام؟ تحت الميكروسكوب بيكون عبارة عن إيه وتحته عبارة عن إيه شكلها إيه بقى تحت الميكروسكوب تعالوا وريكم صورتها تحت الميكروسكوب عشان تثبت في دماغنا ده شكل أو اللي هي الأستيو كندرومة شايفين اللي بره ده ده كده الكارت لجو كاب وشايفين اللي جوه ده ده كده البون ترابيكولي ده كده الأستيو كندرومة أو بيسموها الهو الإيه تمام? طيب كارت لجيكاب من بره وتحتها اللي هو الإيه اللي هما البوني تربيكلي في نوع تاني من الكارت لجيفور من جيومور بيناين برضو بنسميه الكندرومة الكندرومة ده that is a benign كارت لجيفور من جيومور طيب ال Átje بتاعه بيحصل فيn? غلما بيحصل في Old Átje شوية طيب الصيد بتاعه بيطلع منين? بيطلع ياما جوه الميدالة بتاع البون فبيسموه الان كندرومة ياما بيطلع على السيرفس من بره فبيسموه جاكستا كورتكل كندرومة ياما بيطلع في الميدالة جوهها بيسموها ان كندرومة ياما بيطلع على السيرفس من بره على الكورتكس فبيسموه جاكستا كورتكل كندرومة في الحالتين الجروس بيكتشر بتاعته بتبقى عبارة عن ماس والماس دي بتكون شفافة ومزرقة أي حاجة فيها كارتلج بيكون لونها ترانسلوسينت وبلوش لأن الكارتلج بيعمل زي الإزاز بتبقى ترانسلوسينت وبلوش تمام وحجمها حوالي مثلا في حدود 2-3 سنتي طب تحت الميكروسكوب عبارة عن عبارة عن شكل كارتلج شايفين شكل الكارتلج اللي كنتم بتشوفوه في الهيستولوجي هو هو بالضبط شكل الكندرومة شايفيني حادة الزرقة دي اللي هي الكارتلج دي ده كده دي كده أو اللي هي الكارتلج عبارة عن كارتلج بس بيبقى إيه بيحصل فيه بروليفريشن شوي كارتلج كوندروسايتس نايمة في اللاكيوني بتاعتها ونايمة على الماتريكس اللي هو لونه إيه لونه مزرق الكارتلج بيعمل الكندرومة دي هتشوفوه بالتفصيل في المعمل لما تاخدوا بسكشن البسولوجي الإسبوع اللي بعد الجاي هتاخدوا شريحة كوندرومة هتبصوا عليها تلاقوا إيه في الكوندرومة كأنكوا بتشوفوا كارتلج نورمل اللي انتوا شفتوه في الهستولوجي شبه الكارتلج النورمل هو بس مجرد بروليفريشن للنورمل كارتلج تمام كده يبقى الكوندرومة بيحصل غالبا في الصايد بتاعه بيحصل فين بيحصل عندنا في البون بتاع الهاند والفوت والكلام ده يئمة في الميدالة الكافتي يسموها إن كوندرومة يئمة ريليتد للكورتكس يسموها جاكستا كورتيكال كوندرومة شكلها جروسلي بتكون حجمها حوالي 3 صمتي شكلها تحت الميكروسكوب بتكونها عبارة عن إيه؟ عبارة عن نودجولز من هايلين كارتلج نورمل كارتلج تمام؟ طيب يبقى إحنا لما نيجي ناخد نرجع تاني للتلاسيفيكيشن خدنا إيه؟ خدنا إيه؟ يا ساكندري يا برايمري البرايمري يا بون فورمينج بيناين تلاتة أستيومز والماليجنانت أستيوسركم الكارتلج فورمينج تيومر البيناين اللي هم مين الإجزوستوزيس والماليجنانت هناخد واحدة اسمها إيه؟ هناخد واحدة اسمها كوندرو ساركوما ده الماليجنانت زي أي ساركوما في الدنيا تسقفلشي شكلها إيه؟ تعال ناخد من أول عشان نمشي على السكين أول حاجة الديفناشن بتاع الكوندرو ساركوما إيه؟ ماليجنانت كارتلج فورمينج برايمري بون تيومر سؤال مهم قوي في الامسي كيو إن ده هات الساكند موست كومن ماليجنانت ماتريكس فورمينج تيومر كان مين أكتر واحد كومن؟ أكتر واحد كومن في البرايمري تيومر كان الأستيوسركمو تاني أكتر واحد كومن الكوندرو ساركوم بتحصل فين؟ بتحصل حوالي حوالي الأيج بتاع حوالي أربعين سنة الميلز أكتر من الفيميلز أنهي منطقة بتحصل في السنتر في الأجزة السكيلتون إيه تحصل مثلا في البلفز بتحصل في الريبس بتميل دايما في السنتر البورشن تحتل السكيلتون شكلها إيه؟ زي أي ساركومة بتبقى بس ما تنساش إنها كارتلج وأي حاجة فيها كارتلج لازم تبقى ولازم تبقى ليها شكلها بلوش كده شبه كأنك بتبص في إزاز وبتلمع وشكلها بلوش ودايما بيكون فيها areas of calcification الكوندرو ساركومة بتلاقي فيها areas of calcification لو شفتم منظرها بالمعضر ده كده في الكتاب بتبقى شكلها كده بتلمع كده وعمل lopules lopulated يبقى it's alopulated plush semi translucent mass والماث ده بتبقى موجودة فين؟ غالبا في axial skeleton اللي هي بتبقى موجودة مثلا في في البلفس موجودة في skull bone موجودة في الريبس موجودة في الاماكن اللي هي lskreton الموجود في center بتاع البادي طب شكلها ايه بقى تحت الميكروسكوب ده هي دي ليه هتاخد كده شكل تحت الميكروسكوب مش مطالبين انتو بيجرب اسمين فيه شكل منهم ممكن يديك شكل clear cells خلايا cytoplasm بتاعهم ابيض او خلايا D differentiated يعني خلايا round blue cells ويرين يا اما خلايا شكلها spindle بيسموها mesenchymal يبقى الvariance دي انت بس مغرد تبقى عارفهم ان هي ياما clear cells ياما D differentiated او mesenchymal بس مش عليك الوصف تحفظ اسماءهم كده بس ياما conventional condrosarcoma ليه condrosarcoma العادية يبقى انت لازم تبقى عارف الميكروسكوب بيكتر لهم كذا variant هتتعرفهم اسماء الconventional او clear cell او D differentiated او mesenchymal الconventional دي يعني malignant condrosite وخلص الclear cells يعني خلايا ستبلازم بتاعها ابيض الD differentiated يعني round blue cells الميكروسكوب يعني spindle cells الgrading بتاعها بيختلف على حسب اي امدا اقول الكندrosarcoma دي high grade وامدا اقول الكندrosarcoma دي low grade على حسب على حسب كم حاجة على حسب ثلاث حاجات على حسب السليولارتي بتاعة التيومر وعلى حسب كمان الاتيبيا اللي موجودة في التيومر وعلى حسب الميتوتك اكتيفتي كل ما كان التيومر سليولار فيه cells كتير قوي وفيها criteria of anaplasia عالية وفيها mitotic figure كتير يبقى التيومر ده سميه high grade لكن كل ما التيومر تكون السليولارتي بتاعته قليلة والcriteria of anaplasia فيه وليلة والميتوز او فيه وليلين فبسمي التيومر ده ايه low grade يبقى الجريدنج بتاع الاستيو ساركومة على حسب السليولارتي وعلى حسب الاتيبيا وعلى حسب من تمام كده طيب يبقى احنا كده خلصنا الكندرو ساركومة يبقى احنا كده في بتاع التيومر نرجع له تاني عشان نحفظه خدنا مين خدنا secondary وخدنا primary primary bone forming cartilage forming non origin bone forming خدناهم benign التلاتة استيومة اللي هما compact استيومة والاستيويد استيومة والاستيو بلاستون الماليجننت خدنا اللي هما من الاستيو ساركومة طب cartilage forming تيومر كانوا مين كانوا benign ياما اللي هما الاكزوستوز او كندرو ياما الماليجننت اللي كانوا تلاتة تيومر احنا مش عارفين لهم مصدر مين هما بقى التلاتة تيومر اف انون اوريجن دولا واحد اسمه الايوينج ساركومة والتاني اسمه انيوريزم البون سست واحد اسمه جايان سيل تيومر اف بون يعني ايه بقى الكلام اول حاجة الايوينج ساركومة ده ملجننت تيومر طلع من البون بس مش عارفين طلع من ايه ولا هو بون فورمينج ولا هو بون فورمينج ولا هو كارتليج فورمينج ده طالع من خلايا بدائية اسموهم بريمتف نيورو اكتو ديرمال خلايا بدائية ومطلعة السيومر ده تمام لكن مش معروف هو طالع منين بالزبط طالع من خلايا بدائية ده السورس بتاع بيحصل فين ده بيحصل غالبا في الديافيسز بتاع البون يعني ايه الديافيسز الديافيسز اليا الشافت في الشافت بتاع قلنا مين اللونج بون في الميضالري كافتي وكمان ممكن يصيب الميضالري كافتي ويعمل انفيجن للسوف تيشون اراوند تمام كده شكله ايه بالجروسلي شكله برضو انه هو بيكون صوفت ماس وفيها ارياز اوف هامورج ونيكروزيس شكله ايه تحت الميكروسكوب بقى ايه اي تيومر يا ولاد اقولك ان هو primitive او طالع من خلايا بدائية وصفه تحت الميكروسكوب بيكون حاجة بسيطة جدا round blue cells يبقى اي تيومر اقولك ان هو تيومر بدائي او ورن بدائي وصفه تحت الميكروسكوب حاجة اسمها ايه round blue cells يبقى وصف E-wing sarcoma تحت الميكروسكوب عاملت زي اهو زي المنظر ده طلعا ثانية واحدة شايفين المنظر ده ده E-wing sarcoma round blue cells خلايا صغيرة ولونها ازرع ملاهاش اي ملامح تاني ده بيبقى الشكل ده مشترك مع اي تيومر طالع من primitive cells من خلايا بدائية وبنضطر نعمل markers معينين immunohistochemistry اللي خناهم في الجنرال عشان اعرف هو طالع منين بالزبط اعرف ايه source بتاعه لان هما مجموعة تيومرز كتيرة جدا كلهم بيشتركوا ان هما طالعين من خلايا بدائية وكلهم شكلهم تحت الميكروسكوب بالH&E round blue cells فعشان نعرف source بتاعهم فين بنتطر نعمل immunohistochemistry بنتطر نزوغها بماركر معين عشان نعرف يطالع منين بالزبط تمام كده طيب الخلايا دي السيتوبلازم بتاعها بيكون surrounded بclear hollow كده لان فيها glycogen عالي والجليcogen طبعا بيدوب اثناء الpreparation زي الليبد فبيدي السيتوبلازم شوية clear pattern او clear appearance يبقى الـ origin بتاعها طالع منين طالع من primitive neuroectodermal cells بيطلع غالبا في young age وبتطلع في الميضلة في ال diaphysis بتاع long bone وممكن بتعمل invasion الميضلة recovery وتروح لل surrounding soft issue شكلها grossly it's a fleshly mass او soft mass والsoft mass دي فيها hemorrhage anecrosis شكلها تحت الميكروسكوب round blue cells وفيه طبعا some sort of cytoplasmic clearing لان cytoplasm يكون فيه glycogen والجليcogen بيدوب اثناء الpreparation حاجة مهمة او تعرفة في الامس احنا اتفقنا ان most common malignant bone tumor بيحصل في young age هو مين الاستيو sarcoma تاني اكتر tumor بيحصل في young age هو الاستيو سارcoma تاني اكتر tumor يحصل في young age هو الاستيو المست common malignant bone tumor مين الميتاس تابعا طب الموست كومان برايماري بون تيومر مين الاستيو ساركوما والسكند كومان برايماري بون تيومر بغض النظر عن الـ age هو الكندرو ساركوما حاجات دي كلها عشان اللعبة في الامستيوم يبقى أخدنا أول نوع من أنواع التيومر اللي أنا مش عارفة لها أورجين اللي هو مين اليوينغ ساركوما طيب تاني واحد اسمه الجاين سل تيومر اوف بون الجاين سل تيومر اوف بون ده تيومر بيكون طالع منين اولا قبل ما نقول طالع منين والكلام ده لازم تبقى عارف ان الـ 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 فاكرين لما كنا خدنا في الـ الـ ان فيه نوع من انواع الـ احتفقنا اسطنهم بـ الـ 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 بين البنين هو شكله ماليجننت اه بس مش بيبعت ده نوع منهم ولو كنتوا فاكرين كنتوا حافظين نوع منهم اسمه او اسمه وقلنا لكم ساعتها احفظه اسمه لغاية من نقضب التفصيل في البون هو ده بقى يبقى يتسألوك يعني هو ليه بس مش بيبعت الـ الـ سوري بيحصل غالبا في الـ من 20 ل 50 من 20 لـ 50 سنة بيحصل غالبا في الـ اللي هو اللوار بارت الفيمر والأبر بارت الفيبيا انفيبيلا التيومر شكله شكله ريد ماس وغالبا الماس دي بيكون فيها سيستيك تشينجز سيتلاقي الماس دي عملة كياس جوه سيستيك تشينجز تمام برضو بتكسر الماتريكس سوري بتكسر incorporated الصفت تشوه حوالين حوالين البون ولما بتكسر لما بتكسر الصفت تشو اللي حوالين البون غالبا بتكسر الكورتكس لما بتكسر الكورتكس وترفع Cooperate عشان تانفيد الصفت تشو رفعت Alpha Deep ede بتستيمelet reactive bone بتخليها تصل على كده reactive فبتلاقي ان احنا ان احنا عنينا تيومر غالبا بايريا من Pix طيب تحت الميكريسكوب بيبقى عندنا من الخلايا تحت الميكريسكوب خلايا اللي هم اصلا الماليجنانسي تبقى خلايا الصغنونة دي شايفين الخلايا الصغيرة لنوقت الزرق دي دولا خلايا لها نيوكلياس واحدة والخلايا دي هي اللي هي الخلايا اللي فيها الماليجنانسي طب ما بين النيو بلاستيك كمبوننت دول بيكون فيه مالتي نيوكليات جايفين خلايا كبيرة قوي كل واحدة فيهم ممكن يبقى فيها حوالي اكتر من 100 نيوكلياس دولا من نان نيوكلاستك دول مش خلايا سرطانية اصلا الخلايا السرطانية هم الصغنانين اللي في النص المونونيوكليار الخلايا اللي لها نيوكلياس واحدة هي دي الخلايا السرطانية اللي في التيومر ده لكن الجاينت سيلز اللي موجودين دول دول اصلا استيوكلاست بس المعروف أسعني الأوستيوكلاست هم كده كده مالتنيوكولوسق فالأوستيوكلاست جايان سيل دولم بيكونوا حوالين الماليجنتي تيومر عشان كده بيسموه جايان سيل تيومروف بون لأنه بيتكون من خلايا مونونيوكلير هم دول النيوبلاستيك هم دول التيومر نفسه متنطور ما بينهم المالتي نيوكلياتد استيوكلاستيك جاينت سيل دول تمام ودول طبعا الجاينت سيل دول الاستيوكلاستيك دول مش نيوبلاستيك وطبعا بيكون في موجودين حوالين مين التيومر يبدأ مين الجاينت سيل تيومر اف بون it's a locally malignant tumor او intermediate tumor التومر ده characterized بايه grossly ان هو عبارة عن red mass موجودة برضو في long bone المس ده هي تبقى يكون فيها شوية cystic changes وبتelevate الpreosteum والelevation بتاع الpreosteum ده بيعمل reactive bone formation شكلها تحت الميكريسكوب two components من السلز خلايا مونو نيوكلير صغيرين ومدورين الخلايا دي هم النيوبلاستيك ما منهم من بعض متنطور multinucleated osteoclastic giant cells with areas of hemorrhage and necrosis يبقى احنا قسمنا البون تيومر الى secondary و primary primary قسمناه bone forming cartilage forming tumor of unknown origin tumor of unknown origin خدنا اول واحد بينهم الايوينج ساركوما تاني واحد giant cell tumor of bone او اسمه التاني osteoclastoma ولازم لما حاجة لها اسمين تفهموا تعرفوا الاسمين اخر واحد فيهم الاسمه aneurysmal bone cyst ايه بقى الانيوريزمال bone cyst ده الانيوريزمال bone cyst ده كيس بيطلع في العظم الكيس ده عبارة عن ايه بالمنظر ده ده كيس بيطلع في العظم الكيس بيكون مليان دم بالمنظر ده الكيس بتطلع في العظم مليانة دم وبينها وبين بعضها بيكون تيشو كده فيه شوية fibroplast على connective تيشو على giant cells يبقى هي multiple bone cyst الملتبل bone cyst ده بتبقى filled ببلاد وبينها وبين بعضها بيكون فيها ايه بيكون فيها سبتة السبتة اللي بين الاكياز دي بيكون فيها ايه connective t-shoe fibroplast giant cells primary bone cyst ده ممكن يطلع كيه من غير سبب يكون benign وطلع من غير اي سبب خالص في الميتافيسس بتاع البون لكن المشكلة الكبرى انه هو ممكن يطلع secondary لاي مالجنة تيومر يعني وجود الaneurizmal bone cyst لو عين بيشتكي من ماس وانت شلت الماس دي وحللتها لقيتها المنظر ده aneurizmal bone cyst شوية اكياس مليانة دم في البون ما تقفش عن الموضوع ده وتقول العيانة عنده aneurizmal bone cyst لان الaneurizmal bone cyst ممكن يكون مخبي وراءه مصيبة تانية يعني ممكن يكون مخبي وراءه اي وراءه مخبيس في البون osteوساركوما e-wing tumor يعني الaneurizmal bone cyst ممكن يبقى الواحد وحاجة بيناين وانشيلها والعيان يخفقه كل حاجة بس خلي بالك ان غالبا الaneurizmal bone cyst ده بيكون وراءه مصيبة malignant tumor يبقى اول ما تشيل الماس من العيان وتحللها وتلاقيها aneurizmal bone cyst متكتفيش بكده لازم تشوف ال clinical picture بتات العيان هل العيان لسه عنده destructive bone mass عنده لسه المشكلة تاته ما تحلتش يبقى تبقى عارف ان وراء الaneurizmal bone cyst ده مصيبة تانية فتاخد بالك كويس قوي من aneurizmal bone cyst ممكن يبقى بيناين ولطيف ويتشال ويبقى تمام لكن ممكن يبقى وراءه مصيبة تانية اللي هو malignant tumor في البون اخر disease في البون عشانو بقى خلصنا البون كله بكرة نبدأ في الجوينت ان شاء الله حاجة اسمها الفايبرس dysplasia الفايبرس dysplasia دي بقى الفايبرس dysplasia دي حاجة كده مش developmental يعني ايه developmental يعني في مشكلة في development بتاع البون فبتعمل disease معين والdevelopmental condition دي بتقف عند الpeopert خلاص اول ما العين يوصل ال adolescence ولا حاجة خلاص المشكلة دي بتروح خلاص يبقى دي developmental condition في البون اسمها الفايبرس اسمها الفايبرس dysplasia هي benign condition احنا اتفقنا ان البون البداي بيكون woven bone بيكون لسه collagen fiber تعتو arranged hub hazard وبقى كي بتحول للميلر فالفايبرس dysplasia البون بيقف عند مرحلة الووفن bone ما عندناش اي لميلر bone خلص تمام عن سن الpeopertي خلاص الكون دي بتختفي وكل حاجة نفقاش اي مشكلة شكلها بال gross picture بتكون عبارة عن ايه بنلاقي ماس جوه الميضالة بتاع البون ماس جوه الميضالة بتاع البون نجي نشوفها تحت الميكروسكوب نلاقيها بالمنظر ده نلاقيها عبارة عن ايه شايفين woven bone خلاص woven bone عامل شكل Chinese letter عامل اشكال الحروف الصينية طب الwoven bone ده بينه وبن بعضه فيه ايه كلناك تفتيشوا بس اخلي بالكم فاكرين لما خدنا من شوية قلنا في حاجة اسمها الاستيويد استيوما وان الاستيويد استيوما بتكون برضه من bone trapiculi ووفن bone وبنهم من بعض كنك تفتيشوا ايه الفرق بقى بين الفايبرس ديسبليزيا وبين الاستيويد استيوما ما الاتنين عبارة عن bone trapiculi وبنهم من بعض كنك تفتيشوا لو كنتوا فاكرين يا ولاد من شوية لما قلت الاستيويد استيوما قلتلكوا ان البون ترابيكولي اللي فيها لو كنتوا واخدين بالكم من المنظر ده قلتلكوا فيها حاجة اسمها line the osteoplast ده في الاستيويد استيوما لكن في الفايبرس ديسبليزيا مالها شايفين البون ترابيكولي الوفن بون مالها مفيش استيوبلست كريمينج no استيوبلست كريمينج يبقى لما عيني جيلك بمس المس دي تشيلها وتلاقي المنظر ده شوية بون ترابيكولي وبينه من بعدك وانك تفتيشوا تقعد تفكر يا ربي هي دي استيويد استيوما اللي هو ورم حميد في البون ولا دي فايبرس ديسبليزيا اللي هو developmental disorder of bone تقوم ركز كده بالميكروسكوب على الحواف على الرمينج بتاع البون ترابيكولي دي لقيت البون ترابيكولي ده هي رمد باستيو بلاست هتقولها اه خلاص دي استيويد استيوم لقيتها ليك استيو بلاستيك رمينج يبقى تعرف ان هي ايه ليكوا الاستيو بلاستيك رمينج يبقى تعرف ان دي خلاص فايبرس ديسبليزيا يبقى ايه يا الفايبرس ديسبليز دي developmental disorder of bone البون بيبقى ووفن بيقف عندما رحلت الروب ما بقاش لمنر بيكون دايب ايه بتبقى طبع موجودة في اليونج ايج وبتستب خلاص عند البيوبرتي مفيش خلاص مش بتقنلرج اكتر من كده في البيوبرتي خلاص بقف عن سن معين مش بتقنلرج بتيجي العيين بيشتكي من ايه ماس جوه الميضالة ريكافتي الماس دي لما نيجي ناخدها ونحللها نلاقيها عبارة عن ترابيكلي من ووفن بون واخده شكل الشينيز لتر والووفن بون ده اللي هي الايه الاستيوبلاستي كريمينج وبينها وبينبعد فيها هايلي فاسكلر كونكتف تيشو تمام كده انا خلصت البون اي حد عايز فيه سؤال طبعا يقولني بكرا ان شاء الله هاشرح الجوينت بس بصباح على خير